السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي نخصصه اليوم للنظر والتأمل في كتاب الله وموضوعنا هو النظر في بناء هذا الكون الفسيح كيف بنى الله تعالى هذا الكون الفسيح وما هو الغاية منه وما هو مصيره المستقبلي يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز من سورة قاف يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج صدق الله مولانا العظيم هذا المقطع من سورة قاف ربنا عز وجل يحطنا من خلاله على التفكر في ملكوت الله وفي بديع صنعه أن ننظر إلى السماء وإلى الجبال وإلى الأراضي وكيف نزل المطر من السماء ودوره في إحياء الأرض ورزق العباد ثم يقول في الختام وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج ليختم لنا بالقضية التي ينبغي أن نستحضرها دوما في عقولنا وقلوبنا وهي قضية البعث والنشور أن بعد هذه الحياة هناك بعث ونشور ثم هناك خروج ثم هناك جزاء وكأن الله عز وجل يرد على منكر البعث والذين ينكرون قدرة الله على الخلق ويجادلون في الله تعالى مع أن الكون كله كتاب مفتوح يدل على جلال الله وقدرته سبحانه وتعالى فهو قادر على إعادة بعث الحياة كما خلقها أول مرة من تراب قادر سبحانه وتعالى أن يعيدها من جديد إنه القدير على الإحياء المتجدد تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام ننظر في معاني هذه الآيات في البدء يقول تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها هذا استفهام إنكاري ربنا عز وجل يقول يا عباد الله هذه السماء حولكم ومن فوقكم انظروا إليها نظرة اعتبار ونظرة تفكر وهذا الأمر لا يحتاج إلى كلفة ولا إلى شدة لأنه في غاية السهولة فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي خلق وهو الآخر بعد الخلق وهو على كل شيء قدير ربنا خلق هذه السماء وبناها ورفعها بغير عمد مرئية انظروا السماء رفعت بغير عمد مرئية ثم زينها بالكواكب وزينها بالنجوم وزينها بالبروج وبغيرها من الأجرام السماوية كل هذا وهي سالمة من كل نقص أو خلل قد ينتابها فالسماء هي دليل على قدرة الله تعالى وعلى عظمته وجلاله فهو سبحانه وتعالى يخاطبنا جميعا بأن ننظر إلى هذه السماء وما حوته من أجرام وترابط وإحكام دون توقف أو استضام أن ننظر إلى سعة هذا الكون مع تقادم الزمان لأن هناك ملايين السنين بنيت من خلالها السماء والأرض وفي سعة المكان رأى الله عز وجل يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها يعني أضاف البناء إليه جل جلاله فهو سبحانه وتعالى خلقها ولكن بنائه ليس كبناء الناس للثقوف الناس إذا أرادوا أن يبنوا ثقوفا أتوا بالعمال وأتوا باللبنات وأتوا بالمعاول وغيرها من الألات لكن الله تعالى كيف بنى السماء بنها بكلمة واحدة كن فيكون الله تعالى لم يحتاج إلى هندسة وإلى عمال وإلى تخطيط وإلى حديد وإلى إسمنت وإلى آجور أبدا ربنا قال استوى إلى السماء وهي دخان فقال لذا وللأرض إيتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين بكلمة واحدة إيتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين وانظروا أيها الأحبة الكرام إلى السماء كأنها قبة مستوية الأرجاء تابتة البناء وفوق هذا هي مزينة بنجوم جميلة ليس فيها عيبا ولا إخلالا ربنا سبحانه وتعالى جعل لها سقفا جعل هذه السماء سقفا لأهل الأرض نحن محميين بهذه السماء لأن لولا لا تسربت إلينا غازات قاتلة وسامة الله عز وجل في كتابه العزيز جعل العلماء لما ينظرون إلى هذه السماء رأوا في أبحاثهم أنهم اكتشفوا وجود هندسة كونية رائعة رأوا أعمدة وجسورا وخيوطا محبوكة من الذي صنعها؟ من الذي أبدعها؟ هذه النجوم تتجمع على شكل مجرات والمجرات تتجمع في بناء محكم على شكل تجمعات مجارية وهكذا كيف بنيناها وزيناها؟ ربنا عز وجل لم يكتفي بالبناء وإنما قال بالتزيين وإشارة للعمال والبناء والمهندسين أن يبنو البنيان السليم ويزينونه الله زين السماء بالمصابيح وقد أثبت العلماء المهتمون بالفضاء وجود عنقيد من المجرات تزين السماء بألوان زاهية وأن هذه المجرات سبحانك يا جليل سبحانك يا صانع تصطف على خيوط فائقة كما تصطف الجواهر على العقد وتزينه كيف بنيناها وزيناها؟ لو كنت في بر أو كنت بعيد عن الأضواء الكهربائية لرأيت النجوم اللامعة ولعرفت مقدار هذه الزينة فالله تعالى جمل هذه السماء الله تعالى خلق هذه النجوم لأسباب ثلاثة أولا زينة للسماء وتانيا خلق الله النجوم رجوما للشياطين وخلقها ثالثا كعلامات يهتد بها كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون وقد انساء المتسائل كم عدد السماوات؟ طبعا عدد السماوات هي سبعة بنص القرآن قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ هي سبع سماوات بعضها فوق بعض والمسافات بينها بعيدة جدا وكل سماء لها سكان يسكنونها من الملائكة بأمر الله وفي حديث الإسرائي والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آدم ورأى الأنبياء عليهم السلام في السماوات على درجات مختلفة فالسماء كلها معمورة من الدنيا إلى السابعة ليس فيها شيء من الخلل أو الفطور أو النقص بل هي محكمة إلى أن يطويها الله عز وجل يوم القيامة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين ما معنى هذه الآيات أيها الأحبة الكرام؟ هذه الآيات هي معنى أن الله تعالى يلفت انتباهنا إلى دلائل القدرة والوحدانية الدل على عظمة رب العالمين أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ أي أفلم ينظروا إلى هذه السماء نظر التفكر واعتبار السماء في ارتفاعها وإحكامها ويعلموا أن القادر على إيجادها قادر سبحانه وتعالى على إعادة الإنسان بعد موته رفعها بغير عمد ترونها وما لها من فروج ما معنى وما لها من فروج؟ أي ما فيها من شقوق ولا تصدعات فهذه السماء خالية من كل ما ينبئ بخلل في بنائها لأن انفراج السماء وانفطارها وانشقاقها هو من علامات الآخرة إذا سمعنا بأن هناك ثقب في السماء أو أن هناك انفراج أو انفطار أو انشقاق نعلم أن الساعة قد أوشكت كما قال الله تعالى وإذا السماء فرجت وقال أيضا وإذا السماء كشطت وقال أيضا وإذا السماء انفطرت وقال أيضا وإذا السماء انشقت كل هذا علامة على قرب بزوغ الساعة إذا وقع خلل في بناء السماء فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين وانشقت السماء فهي يومئذ واهية كل هذا دليل على علامات يوم القيامة لأن يوم القيامة هذه السماء سيقع فيها ثقوب كبيرة وفتحات كبيرة وثم لا تعود هذه الأرض صالحة للحياة وفتحت السماء فكانت أبوابها هذه الآيات كلها تشير إلى الآخرة وتصور القيامة ومشاهدها المخيفة والمرعبة وربنا سبحانه وتعالى كل هذا يريد منا أن نعتبر بهذه الاعتبارات بعدها بعد أن تحدث ربنا عن السماء بدأ يتحدث عن الأرض فقال والأرض كيف مددناها وألقينا فيها رواسيا أي هذه الأرض جعلناها ممتدة صالحة ليسكن الناس فيها فهذه الأرض ليست منحنية وليست مكعبة وإنما هي ممددة وألقينا فيها رواسيا أي وضعنا فيها الجبال الجبال والجبال أرساها هذه الجبال هي مرسات هي أوتاد كما قال علماء الجيولوجيا بأن هذه الجبال لها جذور في داخل الأرض كما أن الوتد في جدار له جذور تمسكه وهذه الجبال راسية لا تزعزعها الرياح مهما عصفت والله تعالى خلقها لمصالح عظيمة إلى أن قال والأرض كيف مددناها أي وسعناها حتى أمكن كل إنسان وحيوان أن يسكن فيها ويستقر ويعيش فيها دون أن يقع لو تزلزل أو تموج ثم قال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج انظروا إلى الأرض أيها الأحبة الكرام كيف أن الله تعالى خلق فيها جميع أصناف النباتات التي تسر ناظرها وتعجب مبصرها وهذه النباتات هي لأكل بني آدم من الإنسان وأكل البغائم والحيوانات على اختلاف أشكالها أخرج إلى الأرض إلى الأدوية أخرج فيها نباتات كثيرة جدا وجمالية كبيرة فكل من ينظر إلى هذه الأرض وما حولها من رياض ناظرة خصوصا في أيام الربيع سيرى عظمة الله والجلال الله وكيف خلق الألوان والزهور حمراء وصفراء وزرقاء وبيضاء وخضراء ومختلفة كل هذا قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيد أي أن ننظر في هذه الأشياء من باب التبصرة أي فيها نستدل على تمام قدرة الله وعلى كمال حكمته وعلى جماليته سبحانه وتعالى الله جميل وقد خلق الكون جميلة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أي أن العبد المنيب الذي يؤمن بقدرة الله تعالى هو الذي يقدر هذا الجمال وهو الذي يقدر هذا الإبداع بعدها ربنا سيتحدث لنا لما تحدث عن السماء وتحدث عن الأرض سيتحدث عن العلاقة بينهما وهو نزول المطر ونحن في هذه الأيام نحتاج إلى المطر وقد سمعنا حتى في الخطاب الملكي السامي المتأخر تحدث عن نعمة الماء وبركة الماء وجلال الماء وأهمية الماء انظروا كيف تحدث ربنا عن الماء في كتابه العزيز لما تحدث عن السماء وما لها من جمالية وعلى الأرض كيف مددناها قال ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيب والنخل باسقات لها طلع نظيد هناك فرق بين قوله أنزلنا ونزلنا ربنا قال ونزلنا أي أن التنزيل يكون شيئا فشيئا والإنزال يكون دفعة واحدة فالأمطار ربنا عز وجل ينزلها من السماء شيئا فشيئا ونزلنا من السماء ماء مباركة هنا السماء معناء العلو ليس المراد بالسماء هنا السقف المحفوظ الذي فوق الأرض لأن المطر ينزل من السحاب ربنا يخلق السحاب ومنه يعصر ويخرج الماء الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فربنا عز وجل جعل الماء يخرج من خلال عمية العصر وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجة المعصرات يعني السحاب كأنها تعصر الماء كما تعصر الثوب فيتساقط المطر منها فالإنسان العقل يقول كيف ينزل هذا المطر من هذا السحاب الذي رأيته كأنما ترى قطعا من القطن سبحانك يا الله ونزلنا من السماء ماء مباركة سماه ماء مباركة هذا المطر فيه البركة لأنه يحيي الأرض بعد موتها ومن بركته أن الله يحفظه في الأرض لنشربه ونسقي به بهائمنا الله تعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجة فلولا تشكرون سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الماء ولا أحد غير الله وحده لا شريك له الذي ينزل من السماء ماء مباركة ثم ربنا يخزينه في الأرض فيسلكه يا نبيع ومتى شئنا حفرنا فوجدنا الماء ولو كان هذا المطر اللازم السماء كان فقط على ظهر الأرض لتبخر بسرعة بسبب حرة الشمس ولكن الله تعالى من رحمته جعل الأرض تبتلعه ليتم تخزينه إلى الوقت لنحتاجه إليه وهذا إن شاء الله تعالى في بلادنا سيتم استخراج المياه من تحت الأرض وأيضا تحلية مياه البحر وغيره وسيكرمنا ربنا عز وجل بأمطار الخير لا شك ولا ريب في ذلك في القريب العاجل بفضل استغفار الناس ودعائهم فربنا لما قال ونزلنا من السماء ماء مباركة أي نافعا يصف هنا الماء بالبركة ويجعل في يد الله سببا لإنبات جنات الفاكهة وحب الحصيد جنات ما معنى جنات أن الله سبحانه وتعالى قال فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيب أي خلق الله عز وجل هذه البساتين الكثيرة وخلق الأشجار الكبيرة الملتفة هذا كله خيرات وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهم جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع لاحظوا حب الحصيد أي الزرع الذي يحصد ويمتفع الناس به هذا المطر به خلق الله الأشجار والثمار والزروع والنخل باسقات أي النخل طوال شاهقات مرتفعات عاليات لهذا لا تجد شجرة تعلو كما تعلو النخلة ربنا عز وجل كرم النخل من بين باقي الكروم والزروع والثمار أصلها ثابت وفرعها في السماء وهذه النخلة لها كرمات كثيرة ولها بركات عظيمة كما قال ربنا للسيدة مريم العذراء لما سخر لها النخلة فأجاءها المخاض إلى جدع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فندها من تحتها ألا تحزني قد جعل لك ربك تحتك سرية النخل عظيم إلى أن قال لها طلع نضيد رزقا للعباد أي منضود طلع منضود عالي مرتفع رزقا للعباد عطاء من الله عز وجل هذه الثمار التي نجنيها من النخيل ويجني منها الناس أرباحا كثيرة كل هذا عظيم رزقا للعباد ما المقصود هنا بالعباد كل العباد حتى الكفار حتى المشركون حتى الملحدون كل العباد كل الخلق يسمون عباد لأن الخلق هم مخلوق لله خاضعون لأمره كل الخلق إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا هذه تسمون العباد أو العبيد وهناك العباد الذين يحمدون الله ويمدحون ويتنى عليهم هؤلاء يسمون عباد الطاعة عباد الطاعة هم الذين ذكرهم الله تعالى في كتاب العزيز فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وختم ربنا عز وجل هذا المقطع من القرآن العظيم من سورة قاف بعد أن تحدث عن السماء وعن الأرض وعن الأمطار وعن الزروع والثمار قال وأحيينا به بلدة ميتة ما معنى ذلك؟ الأرض كانت هامدة فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فهذا الماء النازل من السماء فيه يحيي النفوس والقرآن النازل من السماء أيضا يحيي القلوب هناك تشابه بين الماء النازل من السماء يحيي الأرض ويحيي المخلوقات وأيضا الوحي النازل من السماء يحيي القلوب والنفوس ودليل على قدرة الله للإحياء وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج الخروج وعملية متكررة نحن نألف ولكن لا ننتبه كل يوم نرى الناس يموتون ولكن في قبورهم لا يتحركون ربما قد تكون الأرض أكلت أجسادهم لأن الأرض تأكل أجساد بني آدم إلا الأنبياء والملوك العذول فالله سبحانه وتعالى أخبر بأن يوم القيامة سيكون مثل الأرض تخرج كل من تحتها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أي أن هذا البعث والنشور يوم القيامة سيكون تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أي مقبل على ربه بالحب والخوف والرجاء أما المكذبين والمعرضين فما تغني عنهم الآيات والنظر هذا خلاصة هذه الآيات البينات من قول الله عز وجل وهو يريد أن يؤكد لنا قدرة الله على البعث والنشور وأيضا طلب مننا أن نتأمل ونتدبر في بناء الكون وبناء السماء وبناء الأرض وإنزال المطر وعمل خروج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيب والنخل باسقات لها طلع نظيب رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج صدق الله العظيم هذه الموعدة أيها الأحباب الكرام نريد من خلالها إذا مررنا على منظر من مناظر الوجود حولنا علينا أن نتأمل في السماء من فوقنا والأرض من تحتنا نتأمل في النجوم والكواكب نتأمل في شروق الشمس وغروبها نتأمل في بزوغ القمر نتأمل في نزول المطر نتأمل في الأودية نتأمل في الأشجار وفي النخيل نتأمل في الرزق الذي نجده في الأسواق يباع بأتمن بخصة نتأمل في كل ما أعطانا الله تعالى كل هذا كذلك الخروج أي نستعد يوما بعد أن نموت سوف نخرج من التراب ونخرج إلى حياة أخرى حياة أخرى أعدها الله تعالى فيها الإيمان وفيها الخير وفيها المركة للمؤمنين والمؤمنات اللهم أحيينا مسلمين وأمتنا مسلمين وابعتنا مؤمنين آمين آمين يا رب العالمين أيها الأحبة الكرام لن أطيل عليكم اللحظة نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل فابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعده أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن علم من أعلام الأمة الإسلامية إنه إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهذا حتى نستكمل الحديث عن الأئمة الأربعة فقد سبق لنا أن تحدثنا عن الإمام أبو حنيفة النعمان وعلمنا دوره في القضاء ودوره في الفقه المالي والاقتصاد ومواقفه المشرفة وتحدثنا أيضا عن الإمام مالك بن أنس الذي كان بالمدينة المنورة وكيف وضع كتابه الموطأ وتعرفنا على فقه المبني على المصلحة المرسلة وكيف تبنه أهل المغرب ثم تحدثنا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه الذي كان أيضا مثالا للعلم وللتربية وللمعرفة وكيف أصل فقه الأصول أصول الفقه وكيف كانت لهم مواقف مشرفة في التشريع اليوم نتحدث عن إمام أهل السنة وهو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه هؤلاء يسمون بالأئمة الأربعة وهؤلاء هم الذين قعدوا الفقه الإسلامي وهم الذين وضعوا لنا المناهج في الفهم والاستنضاب لماذا ندرس هؤلاء الأئمة الأربعة؟ لأننا إن شاء الله تعالى مقبلين على دروس في هذا البرنامج نتحدث فيه عن أبواب الفقه وعن أبواب العلم وقد نصل إلى الفقه المقارن على المداهب الأربعة فحري بكل الأحب الكرام الذين يتابعوننا في هذا البرنامج أن يكون لهم علم ودراية ولو صغير جدا حول هؤلاء الأئمة الأربعة إذن حديثنا اليوم عن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهذا الإمام هو صاحب المذهب الحنبلي يسمى مبيض وجه السنة مبيض وجه السنة وإمام أهل السنة لماذا؟ لأنه بنى مذهبه الفقه على المنهج الحديثي وكان لا يكاد يستعمل المنهج العقلاني ومنهج القياس لأن بقية العلماء الآخرين كأبي حنيف مثلا النعمان كان يستعمل العقل ويستخدم القياس لكن الإمام أحمد بن حنبل بنى جل فقه على السنة النبوية الشريفة الإمام أحمد بن حنبل ولد في بغداد في العراق والعراق آنداك كانت هي عاصمة الخلافة الإسلامية وكانت هي حاضرة العالم الإسلامي العراق كانت في ذلك الزمن مدينة العلوم التي يتوافد عليها طلبة العلم من شتى أرجاء الأرض كانت تزهر بأنواع المعارف والفنون المختلفة كان فيها القراء وفيها المحدثون وفيها علماء اللغة والفلاسفة والحكماء وأيضا فيها المتصوفة وغيرهم من أهل المعرفة في هذا الجو سيولد الإمام أحمد إن وحنبل وقد ولد رحمه الله تعالى ونشأ يتيما لأن والده قد توفي وهو صغير جدا وقامت أمه بتربيته وتعليمه أمه اختارت له تربية إيمانية عميقة وخطط له الطريق للإمام في الدين لأن الأم كانت تسأل ماذا تتمنين أن يكون والدك قالت أن يكون إماما في الدين فالأم هي مدرسة الحقيقة كل كل الشخصيات التي قمنا بدراستها سنلاحظ بأن الأم كانت حاضرة بقوة فالأم مدرسة إلى أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراقي وكل من كان ناجحا اعلم بأن خلفه أم أم صالحة أم مربية أم خلوقة فالإنسان هو مرتبط بأمه خصوصا في السنوات الأولى من نشأته هذه الأم الصالحة وجهت الإمام أحمد إبدا حنبل إلى تعليم القرآن الكريم أول شيء كان يتم تعليمه وتعلمه هو القرآن العظيم فحفظه ونشأ على ترديده ثم بعد ذلك حفظ السنة النبوية الشريفة وبدأ يتشرب أحوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته لأن دائما الدراسة تبدأ بالقرآن لأن القرآن العظيم هو المصدر الأول للتشريع ثم بعد ذلك طلب الحديث لأن الحديث أو السنة هي المصدر الثاني للتشريع ثم تشرب أحوال النبي الكريم بذلك مدرثة سيرته العطرة حتى تشعر بأن سيدنا النبي معك حتى تشعر بأنه يعيش في نفس الكنف فيه ثم تتوسع بتعلم مآثر الصحابة والتابعين ثم تزيد تتوسع وتقف على سيرة أولياء الله الأقربين من الصالحين الذين يظهرون في كل مكان وزمان وطبعا العلم في ذلك الوقت كان لابد له من الرحلة لأنه لا يكفي أن الإنسان يبقى في مقام معين ويأخذ العلم لأنه سوف يستوعب جميع العلوم التي في بلدته تعاليه أن يسافر ويبحث عن مراكز علم أخرى فسفر إلى العراق وإلى الحجاز وإلى اليمن وغيرها من البلاد وأخذ عن كثير من العلماء والمحدثين وظل كل وقته في طلب العلم حتى أن الإمام أحمد نحنبل لم يتزوج إلا بعد أن بلغ أربعين سنة وهذه ظهرة عند الكثير من العلماء الأجلاء أنهم تأخروا في سن الزواج لأن طلب العلم أخذ منهم كل أوقاتهم وكل اهتمامتهم وكان رضي الله عنه شديد السفر من بلد إلى بلد وكان لا يتشاغل بالكسب لا يعمل أعمال ربما لكي يكسب بها مالا كل وقته كان في طلب العلم الإمام أحمد منذ صغره عرف واشتهر بقوة الحافظة فكان حفاظا حفظ القرآن العظيم وجمع الأحاديث الكثير في كل الأقاليم ودونها والأكر الذي خلفه الإمام أحمد هو كتابه المسلط هذا شاهد على إمامته في الحديث جمع فيه الآلاف عشرات الآلاف من الأحاديث النبوية الشريفة وقد جمع الحديث الحجازي والشاني والبصري والكوفي جمعا متناسبا وظل رحمه الله تعالى يطلب العلم من مكان إلى مكان ويلتقي بالعلماء الأجلاء ثم بعد أن اكتملت رجولته ونضج علمه بدأ رحلات متعددة إلى بيت الله الحرام إلى الحج لأن معلوم أن العفقها أيام زمان كانوا يشدون الرحلة إلى الحج لماذا؟ أولا لأداء الفريضة وللتعبد وأيضا للالتقاء بعلماء الأمة وفقهائها لأن هناك يلتقي الإنسان بكافة أبناء الأمة الإسلامية الحج مؤتمر عالمي تجتمع فيه كل المسلمين الإمام أحمد نحنبل حجة خمسة حجات قال ثلاث منها كان راجلا كان يمشي على قدميه وكان رحمه الله تعالى يقول وهو في الطريق يا عباد الله دلوني على الطريق دلوني على الطريق ويسير يبحث عن الاتجاه إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة كل هذه العوامل خلقت لنا رجلاً أربعينياً صار عالماً من علماء الأمة فصار يجلس للتحديث أول ما بدأ التحديث بدأه الإمام أحمد بن حنبل في بغداد كان في القرن الثاني للهجرة يجتمع على درسه خلق كثير ما يزيد عن خمسة آلاف خمسة آلاف من طلبة العلم وكان مجلسه يسود الوقار والسكينة وكان فيه الأطمئنان النفسي وكان متواضعاً في لباسه وهيئته الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه بسبب وفضل هديه وتلسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان جل الحاضرين لا يحضر فقط لطلب العلم بل للتيمم بهديه وخلقه وأدبه فقد كان رضي الله عنه في مستوى عالي من الأدب والأخلاق وكان الطلاب يأخذون الأدب عن العالم قبل أن يأخذوا العلم واستمر رحمه الله تعالى في التوسع في طلب العلم وتلقينه وكان عنده فتاوى فقهية يضطر أحياناً اقتنباطها لكن منهجه الفقهي أنه لا يسمح لتلامدته أن يدونوا القضايا والفتاوى الفقهية لماذا؟ لأن يقول لا ينبغي للناس أن ينشغلوا إلا بالقرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة أما أن ندون الفتاوى الفقهية ونركز عليها خصوصاً في فقه الفروع كهذا قد يؤدي إلى انثراف عن المصدرين الرئيسيين الكتاب والسنة وفعلاً الذي يدرس تاريخ التشريع الإسلامي يلاحظ بأن من الأمر الذي جلب الحلل للعلماء في الفقه الإسلامي أنهم صاروا يهتمون بكتب الفروع كثيراً ويتوسعون ونسوا المصدرين الرئيسيين الكتاب والسنة لهذا الإمام أحمد نحنبل منذ قرن الثاني للهجرة كان يحرص على أن يعلم تلامدته أن لا يدون شيئاً من الفتاوى الفقهية لأنها متغيرة وقد بلغه أن بعض تلامدته قام بتدوين بعض المسائل ونشرها في بلد خرفان فقال الإمام أحمد اشهدوا أني قد تراجعت عن كل ما قلته الإمام أحمد يعرف بأنه فقيه بالمأتور الفقه بالمأتور كان لا يفتي شيئاً أي مسألة إلا أن تكون مبنية على نص من الحديث النبوي الشريف أو تكون مبنية على قول صحابي أو تابعي وكان رحمه الله تعالى في فقه العبادات لا يخرج عن الأطار تماماً لأن الفقه في باب العبادات وفي باب المعاملات العبادات هي تقول بأنها لا بد أن تكون مقيدة بالأطار أما في المعاملات فهي ممكن أن نستعمل فيها المعقول وممكن ربما قد يستعمل فيها القياس والرأي أما في العبادات فكلها مبنية على النصوص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقال في الحج خذوا عني مناسككم فالفقه عند الإمام أحمد محمد في باب العبادات مبني كله على النصوص وعلى الآثار فالعبادات هي حق الله وكان الإمام أحمد محمد يوصي بالورع في التعامل مع العبادات أما في المعاملات فكان فقه الإمام أحمد بن حنبل يتميز بالسهولة والمرونة والتيسير للتأثير هكذا كان يقول التيسير ولا التأثير وكان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في قضايا الحلال والحرام ويتشدد يتعلق الأمر بالأحكام الشرعية وكان يتشدد في الأسانيب وفي الروايات وكان رحمه الله سبحانه رحمه الله تعالى كان ينهى عن التأويل التأويل هو أن الإنسان إذا جاءه رأيان مختلفان هل يأخذ به ما أم يوفق بينهما الإمام أحمد كان ينهى عن التأويل للآيات القرآنية والأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأخذ في الغالب بالظاهر وكان ينهى أن ينسب إليه مذهب لأنه كان حريصا على ربط تلامدته بالأصلين الكتاب والسنة مباشرة دون اللجوء إلى واسطة من فهم الفقهاء أو غير ذلك لهذا الإمام أحمد اشتهر في انفقه بالترجحات كان يرجح بين كذا وكذا فاستنبطته في الغالب هي مبنية على الترجحات وكان يبتعد عن التفريع في الفقهيات الإمام أحمد محمد من خلال اجتهاداته الفقهية وضع لنا منهج أهل السنة والجماعة ما يسمى الآن بمنهج السنة والجماعة وأيضا ما يسمى الآن في عفلنا بالطريقة أو المنهج السلفي الإمام أحمد بن حنبل كان هو واضع أسسه ومن أهمها هذه الخصوصيات كان يقول وجوب الإيمان بوحدانية الله ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبجميع ما دعا إليه الأنبياء والمرصبين هذا أول شيء في هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة وكان يعتقد بأن كل خير وشر إنما هو بالقضاء والقدر الإلهيين كان يستحجر دوما كل ما يقع في الوجود هو بالقضاء والقدر الإلهيين وكان يكرم صحابة رسول الله وفي مقدمة أبا بكر السبيق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشر المبشرين بالجنة ثم بقية الصحابة وكان يدعن لفضائلهم ويأمر بالتوقف عن الكلام حولهم خصوصا فيما دار بينهم من نزاعات وخلافات يقول لابد أن نتوقف هذا الاجتهاد حسب زمانهم ولا نتدخل فيه وكان الإمام أحمد بن حنبل عنده رؤية خاصة في الكثير من القضايا الفيحية مثلا كان يرى إقامة صوات الجمعة والجماعات مع كل أمير حتى ولو كان تاجرا حتى ولو كان هذا الأمير وربما عنده فساد سياسي وكان عنده فجر وضل نصلي خلفه إقامة صوات الجمعة والجماعات كان يرى عدم الخروج على الأئمة المسلمين وكل هذا ليس لأنه من أتباع الحكام وإنما يتجنب الفتنة لأنه يعتبر أن كل خروج على الإمام وعلى الحاكم فيؤدي إلى المزيد من الفتن والمزيد من الصراعات وإذا كان الحاكم صالحا بها ونعمة وإذا كان غير ذلك فزمنه قصير سرعان ما قد يتوفى أو يعزل ويأتي غيره لهذا كان يركز على نزوم تجنب الفتنة وعدم الخروج على الأئمة وكان رحمه الله تعالى عنده فتاوبة كثيرة في هذا الجانب والناس رأوا رغم ذلك تعففه عما عند الولاة والأمراء لم يكن الإمام أحمد يقف عند باب الولاة والأمراء يطلب المساعدة أو يطلب المال أبدا كان عفيفا وكان يعيش على حسب قدرته وكان رحمة الله عليه كثير التعبد كل وقته تجد في المسجد متعبدا في المسجد أو طالب علم أو معلما في محراب العلم فهو إما في محراب الصلاة أو في محراب العلم كل وقته وكان صواما رحمه الله تعالى وكان يختم القرآن كل سبع ليالي معلوم أنه كان يختم القرآن الكريم كل سبع ليالي وكان رحمه الله تعالى كل وقته في العبادة حتى إن نهايته كانت مباركة الام أحمد كان إذا ذكر عنده الموت كان يشعر بالارتعاش ووجهه كان يسود ويصفر وكان يشرب ماء زمزم كان من عادة أنه كلما شعر بالمرض يستشفي بماء زمزم ويمسح به يديه ووجهه لأنه كان شريف التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان رحمه الله تعالى مع كل هذا ولم يكن من أصحاب الأموال ولكن ما عنده من مال كان فيه كثير العطاء كان يعطي على قدر ما يستطيع كان من أسخى الناس بما في يده رحمه الله تعالى وقد وردت عن الإمام أحمد إم حنبل الكثير من المواعب كأن يقول تلين القلوب بأكل الحلال كيف تلين القلوب؟ تلين القلوب بأكل الحلال وكان يقول نحن قوما مسكين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا وكان يقول اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصمه عن المسألة لغيرك رحمه الله كان عفيف لا يمد يده ويطلب العطاء ولا يطلب المساعدة بل كان يقنع بما قسم الله له وكان يقول من وصاياه وحتمه إنوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير وكان يقول وجملة التوكل تفويد الأمر إلى الله جل تناؤه وثقة به وكان رحمه الله تعالى يتأسف لما يرى بعض العلماء والفقهاء يتملقون السلاطين والأمراء والشخصيات الكبيرة كان يقول عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن أهل القرآن عزيز أن ترهم ربما يتملقون ويطلبون المنافع من الناس لأنه ينبغي أن يكون زهد وقد سئل الإمام أحمد رضي الله عنه متى يجد العبد لدة الرحة قال عند أول قدم يضعوة في الجنة ما في رحة الدنيا ما فيها رحة فيها كلها معاناة الدنيا كلها تعب وكبد ومجاهدة ولكن الراحة الحقيقية هي لما يضع العبد المؤمن يده أو قدمه في الجنة وسئل سؤالا غريبا كيل له كم بيننا وبين عرش الرحمن كم بيننا وبين عرش الرحمن قال دعوة صادقة من قلب صادق يعني أن العبد المؤمن يكون قريبا من عرش الرحمن ليس بالمساتة التي تعبر بالكيلومترات وإنما على قدر صدقك في الإيمان ودعوتك الصادقة ورحمه الله تعالى كان يقول الشعر الكثير فيه مواعب من أجل الأشعار المنسوبة إليه كان يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلتقل خلوت ولا تنقل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر ما مضى ولا أن ما يغفى عليه يغيب لهون لعمر الله حتى تتابع الدنوب على آثارهن دنوب كيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأبن في توباتنا فنتوب شعر كثير كان يقوله الإمام أحمد محمد يدعو فيه إلى التوبة فهو لما يتكلم عن الفقهيات وعن الأحاديث وعن الاستنباطات طره فقيه محنك ولكن لما يكد ينتهي كان يزين كلامه بالعضاء وبالتقوى وبالقرب من الله عز وجل ليس فقها ماديا مجردا وإنما مشربا بالمواعب والتقى التي تاتي في القلوب كل من يذكر الإمام أحمد بن حنبل إلا ويذكر محنته لأن العلماء كلهم مروا بمحن ذكرنا الإمام مالك رحمه الله ومحنته مع الخليفة المنصور في مسألة الطلاق طلاق المكره وبيعة المكره فعدب عذابا أليما وذكرنا من قبل محنة الإمام أحمد بن حنيفة لما كان قاضي القضاء واستقال من هذه المهمة وفرضوا عليه أن يشتغل في القضاء ورفض لماذا لأن القضاء في زمانه لم يكن مستقلا كان فيه تدخل الجند والأمراء فعدب الإمام أبو حنيفة عذابا أليما في محنة وكذلك الإمام الشافعي له محنة عظيمة أيضا في محبة آل بيت رسول الله والصراع الذي كان سائد ذلك الزمن فكل إمام لنائم الكبار إلا ومر بمحنة شديدة لكن الإمام أحمد بن حنبل محنته أشد هي محنة وقعت في زمانه عرفت باسم فتنة خلق القرآن وقعت في العصر العباسي في عهد الخليفة المأمون ثم في عهد المعتصم والواتف من بعده الخلفاء العباسيون كانوا يسيرون على منهج المعتزلة كان الخلفاء العباسيون يدرسون العلم عن طريق المعتزلة وكان المعتزلة أيام زمان هم الذين يديرون الشأن الديني هم الذين يدبرون شؤون الدول حتى فكان الخلفاء العباسيون في الغالب يسيرون على منهج المعتزلة والإمام أحمد بن حنبل كان يخالفهم خصوصا فيما يعرف بفتنة خلق القرآن لما قال لهم بأن القرآن العظيم هو كلام الله وليس بمخلوق فحبس الإمام أحمد بن حنبل وعدب عذابا أليما ثم بعد ذلك لما خرج من السجن منع من الاجتماع بالناس ومنع من إلقاء الدروس قالوا بأن هذا يخلق الفتنة وعنده عقل متحجر ولكن فيما بعد سوف يتغير الخليفة المأمون والخليفة الوافق وسوف يأتي الخليفة المتوكل الخليفة المتوكل سوف يكون أيضا معجبا بالسنة وسوف ينهي هذه الفتنة وسوف يعطي للإمام أحمد المحبل وحد المساحة واسعة لإلقاء الدروس والتجمع والتقاء بالناس هذه الأزمة أزمة خلق القرآن لم تكن حدثا عابرا في تاريخ المسلمين بل اعتبرها المؤرخون من أصعب الأزمات الفكرية والدينية في القرون الأولى هي ربما الفتنة الأشد بعد فتنة الردة التي انتشرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل جعل الإمام أحمد بن حنبل هو الذي انتفض للدفاع عن أصول الإسلام ومرتكزاته الروحية وكما أن أبو بغر الصديق هو تصدى للردة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بعد أن خرج من هذه الفتنة لأنه حبث في السهن وعبب عذابا أليما وكان يجلد كل يوم جلدات كثيرات بعد أن خرج من السهن لما تطل إقامته كثيرا لأنه خرج منه منهك الجسم وتعرض للأمراض ومن ثم بعد المرض سوف يستسلم للقاء الله تعالى مات يوم الجمعة صباحا لأن الوقت مبارك مات الجمعة الضحى وكانت في شهر ربيع الأول مثل هذه الأيام وبالضبط في الثاني عشر من شهر ربيع الأول يعني كان ذلك يوم عيد المولي بالنبو الشريف صدق يوم الجمعة فمات الإمام أحمد قبض روحه لأنه كان ناصر للسنة وكان متبعا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم توفي رحمه الله عن عمر جاوز 77 سنة جنازته كانت مهيبة كما هو الواقع للعلماء الأجلاء العلماء نرى هيبتهم ونرى مكانتهم عند الله من خلال الجنازة تكون جنازة مهيبة كلما كانت جنازة مهيبة وأتباع كتر دل على أن هذا ولي من أولياء الله الصالحين كيل بأن الإمام أحمد بن حنبل حضر جنازته من الرجال 800 ألف ومن النساء 60 ألف يعني لك أن تتصور المدينة بكاملها والقرى المجاورة على بقرة أبيها خرجت نساء ورجالا كبارا وصغارا يعني آلات مؤلفة من الناس حضروا جنازته وحكوا كرمات وبركات كثيرة في هذه الجنازة رحمه الله تعالى لما توفي بقيت أطاره وربنا عز وجل يقول نكتب ما عملوا وآثارهم لأن الإنسان يموت ولكن بعد موته تبقى أطاره ماذا خلفت من بعدك هناك من يخلف العلم ويخلف المنافع وللأسف هناك من يخلف وراءه بناوي والعياد بالله الإمام أحمد محمد الأطاره هي عبارة عن كتب كثيرة ألفها ومن أشهرها كتابه المعروف بالمسلد جمع فيه أكثر من 750 ألف حديث 750 ألف حديث وله كتب كثيرة في الوعظ والإرشاد وفي الآداب والفقهيات من كتاب الأشرباء وكتاب الزهد وكتاب فضاء الصحابة وكتاب الناسخ والمنسوق وكتاب العلن وكتاب السنن وغير ذلك والذي ينبغي أن نشير إليه ونؤكد عليه هو التساؤل ما يميز الإمام أحمد محمد ذكرناه ولكن أتباعه على صعيد سياسة على صعيد العمل السياسي عرف الإمام أحمد محمد أنه نظر وأطر لنظرية في العالم السياسي وهي لزوم طاعة أئمة المسلمين وكان يرى وجوب الإنقياد للأمراء وأن ذلك فرض على كل مؤمن وكان يرى بأن حتى ولو أن الخليفة تسلمها على سبيل القهر والغلبة وكان فاشراً فعليك أن تلزم طاعته هذه من الأصول عند الحنبلية وهي عند السلفية عموماً وكان يعتبر أن من خرج على الخليفة وشق عصى الطاعة فإنه خرج من الدين وقد يموت ميتة جاهلية لهذا ما يميز البذهب الحنبلي على صعيد السياسة أنه لم يكن يؤمن بالصراع السياسي والتدافع السياسي وإنما كان يرى فقط أن نهتم بالقرآن والسنة وبالزهديات وعلم السياسة له رجاله ولا ينبغي أن تتصادم معهم إن كانوا صلحاء ربنا يوفقهم وتدعو لهم بالتوفيق وإن كانوا غير ذلك فقد يذهبون كما ذهب غيرهم بالألاف المؤلفة لأن العمر قصير هذا المذهب الحنبلي سوف عبر التاريخ سوف يكون له معتمقين في بعض البلاد الإسلامية ولكنه فيما بعد الإمام الحنبلي وكأنه اختفى إلا في بعض الدول لأن الذي كان مشاهد أكثر والمذهب النالكي والمذهب الشاطعي والمذهب الحنفي أما المذهب الحنبلي فكان محدودا جدا لأنه كان لا يتفاعل بقوة مع الواقع المتغير كان يقول العلماء إلزموا مسافة أمان بينكم وبين عالم السياسة لا تدخلوا إلى عالم السياسة أتركوه بعيدا عنكم هذا الزهل وهذا التفيذ في النظرية السياسية جعل الفقه الحنبلي لا تأثر مع الواقع ومتقلباته فكان محدودا إلا أنه في القرن التاسع عشر سيعرف المذهب الحنبلي انتشارا كبيرا جدا سيبدأ بمنطقة نجد في العربية السعودية ثم يبدأ ينتشر وقد ارتبط باسم المجدد في القرن التاسع عشر الإمام محمد العبد الوهاب وهناك وقعت نهضة المذهب الحنبلي في العصر الحديد ثم سوف يبدأ الانتشار في بلاد الحجاز وبلاد تهيمة في القرن العشرين لما تأسست المملكة العربية السعودية اعتمدت مذهبا رسميا لها المذهب الحنبلي وصار العلماء يسيرون على منهج الإمام أحمد بن حنبل ناصر الثنة النبوية الشريفة ثم انتشر في بعض دول الخليج العربي وهكذا بقي الإمام أحمد بن حنبل معروفا إلى زمننا هذا رحم الله تعالى هذا الإيمان وأستمر الله فسيح الجنات لأنه وضع تجربة ونظرية عظيمة في الفقه الإسلامي وفي المعتقد في الجانب الاعتقادي وأيضا في الرؤية السياسية تحترم لأنها وجهة نظر لها ما لها وعليها ما عليها فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهؤلاء الرجال وببركتهم هؤلاء الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه تعلقوا بالفقه والعلم والدعوة إلى الله ثم رحلوا إلى ربهم لأخذ الجزاء نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتنين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين أحبابنا في الله سوف نفتح خطوطنا الهاتفية لأتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-22 ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود إليكم لنواصل فابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن مفتاح البركة البركة هي النماء والزيادة وهي تكاتر الخير واستمراره ودوامه والناس كلهم يبحثون عن البركة ويلتمسونها من كل جانب وربنا سبحانه وتعالى بلنا عليها وكيف نصل إليها فقال جل جلاله في كتابه العزيز ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحن عليهم بركات من السماء والأرض قبل أن نتحدث أيها الأحب الكرام عن مفتاح البركة نريد أولا أن نتعرف عن حقيقة هذه البركة البركة هي نعمة من نعم الوهاب سبحانه وتعالى ونفحة منه ومنة يمن بها على من يشاء من عباده فالبركة في التعريف ديالها هي تبوت الخير الإلهي في الشيء تبوت الخير الإلهي في الشيء البركة هي ملك لله عز وجل يعطيها لمن يشاء من عباده ويسلبها عن من يشاء كل هذا وفق حكمته وتدبيره ربنا عز وجل يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يعني أن العطاء والمنع من الله والخير والخير وكل شيء من عند الله كل شيء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال والبركة من الله والكيس الفطن هو الذي يسعى لالتماسها من المولى جل جلاله فهذه البركة لا تطلب إلا من الله وحده ونحن أيها الأحباب الكرام في زماننا هذا لا شك أن الجميع يعلم أنه قد قلت البركة رغم الخير الموجود ورغم النعيم ورغم الرخاء ورغم الإزدهار ولكن الناس كلهم يشتكون من قلة البركة ويبحثون عنها لهذا سوف ندلكم من خلال هذه الحلقة كيف نصل إلى البركة ونكون مباركين في أنفسنا في أجسادنا في أفكارنا وفي أرزاقنا وفي أولادنا وأحبابنا البركة أيها الأحبة الكرام تحدث عنها الله عز وجل وجعلها تكون في أشياء كثيرة هناك البركة في بعض الأزمنا والبركة في بعض الأمكن والبركة في بعض الأشخاص ربنا وضعها وتحدث عننا في القرآن العظيم لنربما قد ينكر بعض الناس هل هناك فعلا بركة أي نعم نؤمن بالبركة وهي موجودة القليل وهي موجودة القليل يصير كثير بفضل الله نذكر مثلا من الأمكنة التي باركها الله تعالى المسجد الأقصى القدس الشريف وما حوله قال عنه جل جلاله سبحان الذي أثر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله حوله أن واضعه هو إبراهيم عليه السلام وما لحقه من البركة بمن صلى به من الأنبياء المسجد الأقصى صلى به الكثير من الأنبياء داود وسليمان وبعدهما الكثير من أنبياء بني إسرائيل ثم بحلول نبي الله عيسى عليه السلام حلى فيما حوله حول المسجد الأقصى بفلسطين وبهذا المقام دفن حوله الأنبياء الكثر وأعظم بركة هي حلول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تلك المعجزة الخارقة للعادة معجزة الإسرائيل والمعراج وصلاته بالأنبياء كلهم في هذا المكان فصدق ربنا حينما قال إلى المجد الأقصى الذي باركنا حوله وأعظم منطقة مباركة في العالم هي مكة المكرمة ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام لما قال ربنا إني أسكنت من درية بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من التمرات لعلهم يشكرون مكة وما حولها كانت عبارة عن واد غير ذي زرع ما فيه لا بشر ولا حيوانات لا طائر يطير ولا وحش يسير ولكن ببركة دعوة إبراهيم الخليل صار الآن الأفئدة من الناس تهوي إليه فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن ثم ربنا عز وجل بارك في بعض الأزمنة كما بارك مثلا في رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبارك في العشر الأوائل من ذي الحجة وبارك في عيد الأضحى وعيد الفطر السعيد وبارك في أيام كثيرة كذلك ربنا بارك في بعض البشر هناك أول من باركهم الله تعالى هم الأنبياء والمرسلين مثلا يتحدث عن نبي الله عن نوح عليه السلام ماذا قال عنه قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك ولا أمم من من معك فكان نوح عليه السلام مباركا لبت في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ثور أن عمر سيدنا نوح كان طويل ومديد وكل الأنبياء حتى إن نبي الله عيسى بن مريم صرح بها وأعلنها صراحة وقال وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت أي جعلني نفاعا معلما للخير حيثما توجهت وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل البركة في الكثير من الخلق مثلا قال البركة مع أكابيركم الإنسان الذي يعمر مع أكابير القوم من العائلة والأحباب كبار السن البركة معهم لأنهم كلما جلست معهم وكلما تعايشت معهم وكلما مددت إليهم يد المساعدة ربنا يباركك البركة مع أكابيركم وكل مؤمن من أمة سيدنا محمد فيه من البركة بقدر إيمانه وبقدر عمله هذه البركة أيها الأحباب الكرام ممكن أن نستجلبها من أشياء كثيرة مثلا سيدنا النبي قال لنا الاجتماع على الطعام بركة قال كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة الإسلام دين الجماعة اهدنا الصراط المستقيم لا نقول اهدني اهدنا الصراط المستقيم فالبركة مع الجماعة فالطعام إذا كان الاجتماع عليه فيه البركة بل قال صلى الله عليه وسلم إن البركة وسط القصعة فكلوا من نواحيها ولا تأكلوا من رأسها كلوا من نواحيها وهذا مجرب القصعة الواحدة يقول منها أعداد كبير من الناس إذا أكلوا من نواحيها وتركوا رأسها فإذا بالبركة عموا عليهم يأكلون ويشبعون وكي شيء الخير هناك البركة أيضا في أشياء كثيرة مثلا ماء المطر الغيت فيه حياة لكل شيء بارك الله فيه وقال ونزلنا من السماء ماء مباركة ترى الأرض قاحلة فإذا أنزلنا عليها الماء ترى كيف أن النبتات تخضر والتمار والخيرات سبحانك يا جليل ومن أهم الاتمار اللي فيها البركة شجرة الزيتون باركها الله تعالى وقال يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يوقد من شجرة مباركة زيتونة يعني كثيرة البركة وكثيرة المنافع وهذا معلوم زيتون فيه بركات كثيرة هذه البركة أيها الأحباب والكرام ممكن أن نستوعبها بماذا؟ كيف أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان أمي وكان يرعى الغنم وكان يتيم وكان فقير استطاع في غضون 23 سنة فقط أن يبني أعظم أمة في التاريخ وأن يشيد أكبر حضارة في تاريخ البشرية هل يعقل هناك الشابون شباب بالألاف والملايين يدرسون في الجامعات ويمكتون 20 سنة 30 سنة ولم يحصل حتى وعلى شيء ربما يذكر فكيف سيدنا النبي محمد في 23 سنة استطاع أن يبني أمة عظيمة أن يخرج من مكة إلى المدينة المنورة إلى بلاد العرب كلها إلى أن يشيد حضارة عظيمة يقال من طنجة إلى جاكارتا يعني الخيال لا يستوعبه وبنى حضارة عظيمة أخرج العرب من أنهم كانوا أميين إلى أمة عظيمة من قاع السحراء أخرجهم واستطاع أن يدخل بهم إلى كبرى الإمبراطوريات العظيمة في ذلك الزمن الروم والفرس إمبراطوريات عتيقة وقوية وعتيدة تمكن العرب اللي هم كانوا في الأمية أنهم يبسطوا سلطانهم في أقل من ربع قرن من الزمن على المعمور من حدود الصين إلى الشواطة إلى أطلسي كيف ذلك؟ بالمنطق وبالعقل لا يستوعب إنها البركة الله تعالى يبارك ثم لاحظنا كيف أن البلاد العربية التي لا زرع فيها ولا ضرع سحراء قاحلة كيف أصبح أهلها أغنياء وأصبح أهلها أمراء وقد حلت عليهم البركة تحفهم من كل جوانبهم لاحظوا بأن هناك بعض البلاد العربية يعني رغم قلة عملهم وقلة إنتاجهم وقلة إنتاجهم ولكنهم يعيشون في بحبوحة من العيش في الطعام واللباس والأكسيا وناطحة السحاب وغيرهم بركة حلت على البلاد العربية ببركة هذا البترول وهذه الطاقات التي هي من عطاء الله تعالى ثم لننظر في الحضارة الإسلامية كيف استطاعا علماء الأمة أن يصنعوا أكبر المكتبات الباهرة في العالم لحد الساعة أكبر المكتبات هي المكتبات الإسلامية وهناك علماء رغم عمرهم القصير كتبوا مؤلفات كثيرة جدا تحتاج إلى أعمار مديدة لقراءتها فكيف استطاعوا أن يؤلفوها ويبدعوا فيها إنها البركة البركة كثيرة أيها الأحبة الكرام وموجودة لكن السؤال كيف تستجلب هذه البركة لا شك أن كل واحد منا في عصرنا وفي زماننا ربما يعاني من شظف في العيش أو قلة في الرزق أو قلة في بركة الوقت أو قلة في بركة الصحة كيف نستجلب هذه البركة الأكيد أيها الأحبة الكرام أن النعم رغم كثرتها لا تكاد تحقق السعادة والطمأنينة النعم كثيرة في زماننا ما تحصل عليه البشر في زماننا هذا المتأخر هو أعظم ما تحقق عليه في كل تاريخ البشرية ولكن إذا فقدت البركة لا سعادة ولا الطمأنينة الآن تلاحظون بأن هناك ناس عندهم أموال طائلة وعندهم سكن فاري وسيارات وعندهم مناصب وعندهم خيرات وعندهم أرصد بانكية نعم كثيرة ولكن يشتكون من عذب الطمأنينة يشتكون من قلة السعادة السبب هو فقدان البركة لأن كل شيء ليس لله ستكون بركته منزوعة إذا شعرت بأنك عندك ضيق وعندك قلة فالمشكلة هي ليس في الحسابات المادية هي في علاقتك مع مبدع الكون مع الخالق سبحانه وتعالى لأن كلما كان الإنسان في علاقة غير سوية مع ربه تكون البركة منزوعة من الشيء عندك الشيء عندك ولكن بركته منزوعة البركة كلها تأتي من أين تأتي من نور الله تأتي من عطاء الله ولهذا المؤمن الصادق عليه أن يأخذ بالأسباب التي تستجلب البركة على نفسه وعلى وقته وعلى رزقه وعلى أهله وأولاده كل هذا نحن نحتاج إليه أول شيء من أراد أن يستجلب البركة ماذا علينا أن نفعل أول شيء تجديد الإيمان والتقوى مع الله المؤمن دائما يجدد إيمانه يجدد إيمانه قال ربنا عز وجل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنسان دائما يتقي الله وسوف يرى العجائب لأن الإيمان وتقوى الله تجعل البركة تنزل من السماء وتخرج من الأرض وإذا أفاض الله البركة على قوم فإن طعام الواحد يكفي الجماعة وطعام الجماعة يكفي المدينة فالإنسان ربما يتمنى أن الله يأتيه بالأرزاق من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يدري ومن حيث لا يتوقع من منا؟ من منا لا يتمنى ذلك الله تعالى قال سأعطيكم المال حتى ولكن هناك أزمة عالمية سأعطيكم المال وأعطيكم الرزق من حيث لا تحتسبون ولا تتوقعون ويصرف عنكم ربكم الهم والغم من كل هم فرجاء ومن كل ديق المخرجة ماذا نفعل؟ أننا نتق الله نتوكل عليه وإذا أخطأنا نجدد الإيمان قال صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم إن الإيمان لا يبلى كما يبلى التوب فجددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال بقولكم لا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة نعمر بها قلوبنا ونعمر بها العقول لأنها هي عبارة عن أسهم كل ما أكترت منها زاد سهمك عند الرحمن الأمر الثاني أيها الأحبة الكرام هو أن يكون لنا ارتباط مباشر وقوي مع كتاب الله تعالى القرآن العظيم نقرأه نفهمه نعمل بأحكامه وسترون العجاء قرآن العظيم مبارك قال فيه ربنا سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون كتاب مبارك أن يكون لك اتصال مباشر مع القرآن وتقرأه وتفهم معانيه وتعمل بأحكامه للأسف بعض الناس ربما لا يقرأون القرآن إلا في الجنائز أو في بعض المناسبات فالقرآن الكريم نحرم إذا لم نقرأه هو مبارك أي كثير الفائدة والنفع للشماله على منافع الدارين يكفي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها باركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة سورة البقرة كلها باركات واللي ما يقرهاش حسرة عليه ضعت منه خيرات ولا تستطيعها البطلة يعني أن الأرواح الخبيثة الأرواح الخبيثة من الجن والعفريت وأيضا من العين والحسد كل هذا لن ينال منك شيئا إذا كنت تقرأ أسوة البقرة وقس على ذلك كل سور القرآن فيها باركات هناك سور خاصة بالرزق سور خاصة بالعزة سور خاصة بالكرامة سور خاصة بالجلال سور عظيمة جدا ثم مما يستجدبه البركة ربنا عز وجل أوصانا ببر الوالدين لأن فيهم البركة العظيمة ويلحق ببر الوالدين صلة الأرحام أننا نصد الأرحام وأننا نسأل عن العائلة ونتحمل الأذى هذا مما تستجدبه البركة في العمر وفي المال وفي الرزق وفي الأهل والأولاد سيدنا النبي قال لنا من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل الرحيمة ربنا يعطيك البركة كلما وصلت الرحيم خصوصا الرحيم لي عندك معهم مشاكل لي عندك معهم قطيعة جربوا أيها الأحباب جربوا جرب أن واحد من العائلة ديالك عندك مع قطيعة وأن قلبك فيه ضغنة غتقول لله سوف أتجاوز هذا الإحساس وسأصل إلى هذا الرحيم وأطرق الباب وأحمل معي الهدية وأبتسب في وجوههم لله جرب انظر مدى سوف يحصل لك ستعود وقد غفر الله لك ذنوبك وستعود وقد أعطاك الله فرحة والطمأنين والسعادة في قلبك وستعود وسترى بأن الله يفتح لك باب الرزق والكرامة والعزة في أولادك وأهلك وأحبابك أيضا أيها الأحب الكرام مما ربنا يعطيه البركة أن الإنسان إذا دخل إلى بيته حتى يكون البيت مبارك ويكون الزوجة مباركة والأولاد مباركين حينما ندخل إلى بيوتنا أول ما نبدأ نسلم التحية من عند الله نسلم عليهم قال سبحانه وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة تحية من عند الله مباركة طيبة إذا دخلت إلى البيت ويسلم على العائلة وهذا قضية مقررة في علم النفس من أراد السعادة الزوجية والسعادة العائلية أنك تأتي من عملك طول اليوم وأنت متعب أترك تعبك خارج باب الضار أترك همومك في عتبة البيت إياك أن تدخل إلى بيتك مشاغل العمل ومشاكلك الخاصة إذا دخلت إلى البيت انسى كل شيء وسلم على أهلك وقابلهم بابتسامة طيبة تحية من عند الله مباركة طيبة وهذه لما تكون يكون حسن اللقاء والمخالطة مع العائلة والأحباب يكون هناك باركة وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينسي صحابته لبغى يدخل الدار دياله عند مراته ولاده بعد يوم طويل من العمل إياك أن تدخل وأنت مكشر الوجه وأنت غضبان ادخل بالسلام والكلمة الطيبة قال صلى الله عليه وسلم قال لي قال لي رسول الله يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك أيضا من البركة أن الإنسان يبكر في طلب الرزق إنسان يستيقض مبكرا ثم بعد أن يصلي الفجر ويقرأ ما تيسر من كلام الله تعالى استعد أن يخرج إلى طلب الرزق مبكرا يعني إنسان كلما بكر كان خير سيدنا النبي قال اللهم بارك لأمتي في بكورها اللهم بارك لأمتي في بكورها بعض المناطق اللي كتفق مبكرا سبحان الله العظيم كتلقى عند الرزق وفير وبعض المناطق الأخرى اللي ينسك في قم متأخرين كتلقى الحركة عندهم نقصة وحتى المتعة بالحياة كتكون دائما فيها خلل كذلك يلحب الكرام مما نستجنب به البركة وهو أن الإنسان يكون فيه خلق الجود والكرم يكون فيه الجود والكرم ولو بالقليل يقول لك الجود من الموجود ليس بالدرى أن تكون غني الجود من الموجود تؤتيك الكرم مع الناس الكرم المادي والكرم النفسي بالابتسام الطيب بالتواضع لهم بأن تعطيهم مما أعطاك الله على قدر استطاعاتك ويكون تكافل بينك وبين الأسرة والعائلة والمقربين إليك تكافل يعني اللي وزلت قدمه أو قل رزقه كان تكافل فيما بيننا ربنا عز وجل قال وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وسبحانه وتعالى جعل الذي ينفق يزداد رزقه كلما أنفقت زاد رزقك وتضعف حتى قال جل جلاله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أيضا أيها الأحبة الكرام من الأمور التي تجدو بالبركة وهو الدعاء للناس وهذا ما سوف نقوم به بين الفين والأخرى في هذا البرنامج في هذه الحلقات الدعاء للناس بالبركة إنسان ربما لماله وزلت قدمه وحياته مبعترة كيف نفعل ندعو له ندعو له بالبركة كان صلى الله عليه وسلم يدعو لكل الناس بالبركة فعن أنس بن ملي قال قالت أمي رسول الله خادمك أنس ضعيف ادعو الله له فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر مال أنس اللهم أكثر ماله اللهم أكثر ولده اللهم بارك له فيما أعطيته كان سيدنا النبي دعا لسيدنا أنس مرة واحدة دعا له بالإكثار من المال والإكثار من الولد وأن يبارك له فيما أعطاه فأنس كان يقول بأن ابنته قد دفنت من صلب بضعا وتسعين حتى إنه الأولاد دياله الحفظة أولاده وحفدته وحفظة حفدته كانوا تقريبا بضعا وتسعين كلهم زامنهم وعايشهم ربي أعطى الأولاد كتر بارك الله في الأولاد وفي الحفظة وفي أولاد الحفظة ويقول أنس والله ما أصبح في الأرصى الرجل أكثر مني مالا لما كبر أنس كثر ماله ولما كان يسأل من أين لك هذا المال الوفير وهذا الأولاد الكتر وديما كان قلت في وجهك البشر كان يقول إنها من دعوة رسول الله قال لي اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وسيدنا النبي كان يدعو مع الجميع حتى مع المتزوجين إذا تزوج متزوج كان يقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير لأنك تعدد السعادة والفرحة والرزق الكثير ثم كان صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة في العطاء كان يقول وبارك لي فيما أعطيت ربنا يعطينا شيء معين نقول يا ربي بارك لك هذا العطاء أعطاك الله تعالى الصحة أعطاك الله مال أعطاك الله أولاد أعطاك الله زوجة أعطاك الله عائلة أعطاك الله أصدقاء أعطاك الله منزل أعطاك الله علم أعطاك الله مرتبة أدعو الله له بأن يبارك لك فيما أعطك وبارك لنا فيما أعطيت لأن هذا الدعاء يجعل الخير يكتر وتستفيد منه لأن هناك بعض الناس عندهم الخير لكن لا يستفيدون منه قد يكلز عنده مال وفير لكنه في البنك محفوظ هناك حتى يتأفاه الله دون أن يستفيد منه هناك من عنده منازل ودور كبيرة ولكن هو مستقر في محل واحد ولا يستفيد من الأشياء الأخرى هناك من عنده مناصب كثيرة ولا يستفيد من بركتها بل فقط تعب ومسؤولية وضمك دائما نقول اللهم بارك لنا فيما أعطيت أما عن أسباب نزع البركة ومحقها فالكثير من الناس ربما يتسألون لماذا عندنا البركة قليلة لماذا كان وضع نعيش فيه جيد ثم تغير وتبدل ما الأسباب التي تؤدي إلى نزع البركة ومحقها أولها وهو أن الإنسان ربما قد يتساهل في الذنوب والمعاصي يتساهل ربما بمفهوم الحرية بمفهوم أن الإنسان يفعل ما يريد قد يتجرأ على حدود الله في يقترف الذنوب والمعاصي إذا فعل العبد ذلك صار هينا على الله الله تعالى يسقط من عينيه العبد الذي يتجرأ على المعاصي تذكروا أيها الأحباب كلما تجرأت على المعصي سقطت من عين الله وكلما وقعت في جنبين صرت هينا على الله فسبب لهوان العبد هم المعاصي وذهاب البركة والعياد بالله المعاصي تمحق البركة بركة العمر وبركة الرزق وبركة العمل وبركة الأهل وبركة العلم كل هذا يمحق والعياد بالله والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا من ذلك كان يقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزد في العمر إلا البر إسان يحرط على أنه يبتعد على قدر ما يستطيع من الذنوب والمعاصي لأن هذه الذنوب والمعاصي تؤدي إلى التغيير وأن الله تعالى يعاقب خصوصا أن كل من أعرض عن منهج الله تعالى زالت بركته وداب خيره ليس فقط في الأفراد والأسر أو الجماعات بل حتى الدول هناك دول دول كانت تعيش نعيم كبير وسخاء من عند الله ولكنها أدنبت هذه الدول ربنا يعاقبها إما يعاقبها بقلة المطر أو يعاقبها برفع الأسعار أو يعاقبها بأن يجعل بأسهم بينهم شديد أو يعاقبها بأن يتار حولها الحروب والنزاعات هذه كلها عقابات والعياد بالله يحكي القرآن العظيم عن بلدة سبأ كانت من أعظم دول العالم في التاريخ أعطاه الله المال وأعطاه الخيرات والأمطار والفلاحة والتنمية والعزة ولكنها لم تشكر نعم الله وتجرأت عن معاصي الله فربنا سلط عليها العذاب سلط عليها الفيضانات والعياد بالله وسلط عليهم الجفاف فيما بعد وسلط عليهم قلة طعام وصاروا يعانون من المجاعة قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة سبأ ماذا قال؟ قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيد العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين دواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل والعياد بالله بعد أن كانوا يأكلوا الطعام الكثير ولهم جنتان عظيمتان وسمى الله تعالى بأن البلدة طيبة ورب غفور وطلب منه الشكر لكنهم لم يشكروا هذه النعمة وأعرضوا عنها ما الذي وقع؟ قال فأرسلنا عليهم سيد العرم جاءهم فياضان للسدود وبدلناهم بجنتيهم جنتين دواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل كان عندهم طعام كثير جميع أنواع الفواكه وجميع أنواع تمور ولكن فيما بعد صار عندهم السدر القليل والعياد بالله هذا نموذج لدولة في التاريخ أعرضت وهذا قانون عام قانون عام أنه كلما ظهر الفساد في أي بلد في أي منطقة ربنا ينزع الباركة قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فالأرض منذ أن خلق الله تعالى هي مباركة فيها البحار وفيها اليابسة وفيها الجبال أوتادة وجعل الأشجار والغابات والمناخ المعتدل وجعل الفصول الأربعة ولكن الإنسان يفسد قامت بصناعات حربية وعسكرية وضمر وخرب وأساء الاستغلال فظهر الفساد في البر والبحر كل هذا بما كسبت أيدي الناس ومن ثم لاحظنا الأزمات المؤتمرات العالمية للحفاظ على البيئة وعلى التلوت وعلى التصحر وعلى الحرارة وغيرها كل هذا ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لهم يرجعون إلى رشدهم فأي الأحباب الكرام مفتاحوا البركة كلنا نسعى إليها البركة هي التي قال فيها الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يعني بركات يحيي أنها أمور لم يعهدها البشر في الأرزاق والأقوات إذا اتقى أهل القرى يعطيهم الله ألوان شتى من الأرزاق تهبط من السماء وتنبع من تحت الأرض وهذا واضح الذين أكرمهم الله السماء تنزل أمطارها وخيرتها وباطن الأرض يكتنز الكنوز والطاقات وغيرها لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أحسن طريقة أيها الأحباب الكرام لكي يفتح لنا الله تعالى أبواب البركة رغم ذنوبنا ورغم تقصيرنا ورغم إساءتنا وهي أننا علينا أن نكتر من الاستغفار نكتر من الاستغفار مع ترك الإسرار لأن الإنسان لا يسر لا يقول هذه حرية فردية وأنا أفعل ما أشاء أنت لست حرا أنت عبد لله سبحانه وتعالى أي نعم أنت عبد وكلنا عبد الله نخطئ ونقع في الخطايا ونقع في الإساءة ولكن نندم ولا نسر على ذلك ونلجأ إلى الاستغفار لأن الدنوب والمعاصي تحجب عن الإنسان البركات التي أوضعها الله تعالى ولكن إذا تبنا إلى الله ورجعنا إلى رشدنا ولهجت ألسلتنا بالاستغفار فإن الله تعالى يرفع عنا الشدائب يرفع عنا الأمراض يرفع عنا غلاء الأسعار يرفع عنا قلة الموارد يرفع عنا البطالة يرفع عنا الأمراض والأسقام يرفع عنا النزاعات يرفع عنا كل شيء ببركة الاستغفار ربنا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فأي الأحباب الكرام الباركة هي قريبة منا لكن نحن نغفل عنها هناك ستار بيننا وبينها يكفي أن نرفع الستار وسوف نجد الباركة قريبة منا ربنا سبحانه وتعالى وضعها في متناول كل عباده سيدنا عيسى بن مريم مثلا ماذا قال؟ قال وجعلني مباركا أينما كنت سيدنا عيسى كان أين محل من تقلق فيها كالجفاء الباركة النسكي يأكلوك يشربوه والخير يعمو عليهم هذا السر الإلهي وهذا التجلي الرباني جعله الله في الأنبياء والمرسلين وأيضا جعله في كل مؤمن ومؤمنة من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أي نعم هذا السر اللي اعطاه الله على الأنبياء والمرسلين رهما زال موجود إنه لم يذهب كل مؤمن ومؤمنة من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاهم الله تسر دير البركة وسمهم الأولية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم وله يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون كل واحد فيها الصفرة ولي يعني الأولياء ما تضنوش لأولياء يخص يكون عنده واحد العمامة واحد لاحية بيضاء وهذا واحد السبحة في يده وعكاز في اليد الأخرى ويلبس جبتا وعنده ضريح وعنده موريدين وعنده كذا وكذا وبخور ما تسوروش دم الأولياء لا قد يكون إنسان عادي جدا قد يكون موظف في إدارة قد يكون رجل شرطة قد يكون تاجر قد يكون أستاذ أو معلم قد يكون فنان قد يكون رياضي أي إنسان في هذه الصفتين فقط ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط رجلهم البركة يكون مؤمن إيمان صادق ما فيش خلل ما فيش غابش وكانوا يتقون أنه يتق الله على قدر ما يستطيع فكل من آمن واتق فهو من أولياء الله لمعهم البركة يكون مبارك حيث ما كان إذا وضع يده على مريض ودعا شفاه الله تعالى وإذا امتدت يده إلى الطعام وقال بسم الله أصبح الطعام القليل كثيرا يكفي الجميع ببركة الله وإذا لبست ثيابا وقال بسم الله اللهم بارك لنا لا تبلى ثيابه لأن حلت فيها البركة وإذا بنى بيتا لكي يعيش فيه يقول ادخلوا إليه ببسم الله ويقول اللهم بكت فيما بيتنا فيعمل الله هذا البيت طويلا ولا تؤثر في عوامل الزمان لأن ساكنه عبد من عباد الرحمن وإذا رزقه الله أولاد دائما إذا كان علاقة مع زوجتك يقول اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا فيبارك الله في الأولاد يكونوا صالحين صورتهم حسنة وبررة ونجباء وأدكياء وأدقياء هكذا أيها الأحباب الكرام من أراد البركة لنفسه ولأهله ولبيته ولماله فليقبل على الله تعالى عابدا مطيعا كل واحد منا يكتر من تلاوة القرآن العظيم يكتر من الاستغفار يكتر من سلة الرحم يكتر من الإحسان إلى الناس يبتعد عن كل ما يسخط الرحمن ويتجنب الأثام وهكذا سوف ترى البركة عم علينا جميعا فنسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يبارك لنا ولكم جميعا اللهم بارك لنا جميعا في أسماعنا اللهم بارك لنا في أبصارنا اللهم بارك لنا في صحتنا اللهم بارك لنا في ذريتنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في أهلنا وأحبابنا وبارك اللهم لنا في وطننا وبارك الله لنا في أمتنا وبارك اللهم لنا في كل شيء أعطيته إينا يا رحمن يا رحيم زدنا ولا تنقصنا فضلا منك وإكرما اللهم اسقع عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقع عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقع عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغيتنا اللهم أغيتنا اللهم أغيتنا اللهم كتر خيراتنا اللهم رخص أسعارنا اللهم أمن أوطاننا اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا واختم لنا يا ربنا بالحسن بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نتوب وعليها نلقى الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والندوات والامسيات الفنية اليوم معنا جمعية مغربية مباركة جمعية روح الابداع الفني للمديح والسماع هذه الجمعية التي تأسست من طرف ثلة من الشباب المهتم بالمديح النبوي والسماع الديني تأسست منذ 2013 برئاسة الفنان الشاب يونس مشتان وهؤلاء الشباب تكونوا في فني المديح والسماع وطرب الآلة وبدأوا يقيمون مشاركات كبيرة على المستوى المحلي والجهوي والوطني والدولي كل هذا للتعريف بشخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وايضا للنهوض بفني المديح والسماع والمحافظة عليهما واغناء الرصيد الفني لهذا الموروط الثقافي والروحي من خلال ايمانها الراصخ بالدور التربوي والروحي الذي يطلع به فن السماع وهذه الجمعية ايضا تسعى من خلال هذه الانشطة التي تروم القيم بها التعريف بفن المديح والسماع في اوسط الشباب وتقريبهم منه والعمل على تأطيرهم والاخذ بيدهم لكي يحافظوا بدورهم على هذا الموروط الثقافي المغربي الاصيل هذه الجمعية تقوم بانشطة كثيرة وهذا الاسبوع سيكون لها نشاط كبير ومتميز بمدينة الضاري البيضاء كله يندرج في اطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف واذهار الفرحة والسرور لقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يحضر معنا السيد رئيس الجمعية ومجموعة من هؤلاء الشباب من دوي الفن والسماع السيد يونش مستان سيونس سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله سليم وليل طيب حياك الله شكرا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وهذه الاستضافة التي من خلالها صدفنا باش نعرفه بالجمعية ونعرفه بهذه الحفل ان شاء الله المقبل نتمنى من الله ان يروق كل من يحضر إليه وان يروق كل مستمعين ان شاء الله وان شاء الله بحول الله تعالى في هذا اللقاء نريد ان نعرفه بجمعيتنا ونعرف بهذه الحفل ونسمنا الله تعالى ان يقنع المستمعين من أجل الحضور ان شاء الله الى هذا الحفل بإذن الله تعالى ونساء الله معنا كذلك الشاب حسن والزني حياك الله ملي اهلا وسهلا ملي الطيب برك الله فيك سعدت برؤيتك مرة اخرى وكم اشتقنا اليك وإلى اشعارك وإلى صوتك العدب ما شاء الله عليك ومن هذا المنبر تنحييك على كل ما تقوم به من أجل لخدمة ذكر ولخدمة صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمنذ عرفناك وانت لازلت على ذلك الطبع والطبع يغلب التطبع وقلت قبل الآية الكريمة ننقلكه في ذلك فليتنافس المتنافسون ما شاء الله شكرا جزيلا سيدي يونس سيدي حسن الوزني الابن البار للعائلة الوزنية المعروفة بالسماع والمديح وبالصلاوات على سيد الخلق وأشرف المخلوقين صلى الله عليه وسلم الله مصلى لي وعلى آله ثم معنا الشريف الغالي سيد محمد صديقي حياك الله الشريف سأمور سيدي أستاذ الكريم بارك الله فيك جد مصرور بلقياكم في هذه الليلة المباركة وأنا أحضر بعد السل يا مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا بك يا مرحبا أحنا الآن غندون شاء الله تعالى هذا اللقاء ربما سيدي محمد صديقي لو اقتربت أكثر من الميكروفون حتى نستمع إليك نعم حياك الله سيدي محمد صديقي بارك الله فيك جيد سعيد بلقياكم في هذه الليلة المباركة وجيد سعيد مع الجمعية أن أكون من الضيوف ونشارك معهم بتجربتنا وبجميع أمور في المدح النبوي الشريف نعم حمد لله إذن سيون سمشتان رئيس الجمعية قلنا بأن في هد الذكرى ذكرى المولد النبوي الشريف هي لتمر فقط في يوم وليلة تظل طيلة شهر ربيع الأول كالقول الحمد لله المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يقيمون الاحتفالات ويقيمون جلسات الذكر ويتجمعون حول الموائد الإنشاد هذه المدة ربما أكيد أنكم حضرتم للكثير من هذه الأنشطة وأنتم كمتابعين وكفاعلين في الميدان هل هذا المجال هل هو في تصاعد وفي تجدد أم أنه في أفول مع الأجيال الجديدة الحمد لله الميدان في تصاعد والميدان يعني الناس يعني يطلبون هذا اللون دي المدح والسماع وأغلبية الناس اللي كانوا حضروا عندهم يعني في حفلات عديدة يعني في أفرحهم وأقرحهم يعني كيبغيوا في الأفرح يبغيوا يفرحوا بذكر الله وبالصلاة على رسول الله وكذلك نواسهم بذكر الله يفصلت على رسول الله في أقرحهم ربما في المناسبة الأموات دي المآتم وأيضا في الأفرح عقود القران أو زواج أو حقيقة أو ختان أو قدوم من الحج أو العمراء يعني كل هذه المناسبات ربما كثيرة في المجتمع دينا من طبيعة الحال هذه المناسبات تقريبا جلها كنحضروا لها يعني في جميع المناسبات والصفة عامة ولكن احنا بدورنا نفرق في الشكل دي الأداء دينا نفرق بين الفرح وبين القرح وبين المناسبة للزفاف وبين المناسبة للعقيقة إلى آخر ما الفرق مثلا حضرت مع جمهور دي الناس في فرح في عرس من الأعرص ما الفرق بينه وبين أن حضرتهم في مائة من المائتم على مستوى اللباس على مستوى سيكولوجيا على مستوى الأداء الفني فرق شاسع فرق شاسع سيدي نحن نفرح مع هذه الناس اللي كعيطوا لنا نفرحهم نفرح معهم ونواسي من يعني اللي عنده مأتم أو شيء من القبيل الحمد لله كل هذا يصب في مجالس الذكر اللي يحتلان بسعى السلام والله سبحانه وتعالى يعني يحطوا عليه في كتابه الكريم نعم صحة الوزني ربما ينتمي إلى أسر عريقة الوزنيين مشهورين بالصلوات على النبي المختار اللهم صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم هل لا حددتمونا عن هذه الطبوع وعن هذه التقاليد والعدات اللي ربما موروطة أبا عن جد الحمد لله أولا اللهم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمت سليما صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي أصبحت لنا أصبحت عننا في الدم نحن كمغاربة يعني بصفة عامة في الطريقة للأسلوك دائما تنقول وصلي عن النبي ولا تعمل هذه وصلي عن النبي وذير هذه الحمد لله الأسرة الحقيقة اللي انتمينا لها ومكان شكر الله سبحانه وتعالى أننا خلقنا مسلمون وخلقنا في أسرة أو يزددنا في أسرة الحمد لله كنا تنجتمع كل جمعة والحمد لله راجح من المرة كنت معنا موليد طيب فالحصاص اللي كان ديره مثلا كان قروض موليد عبدالله الشريف الأذكار صلى الله عليه وسلم ضمنهم صلاة المشيشية ضمنهم مجموعة من الصلوات أيضا كتاب دلاء الخيرات للجزولي رحمة الله عليه دفين مراكش وهو من أعظم الكتب التي كتبت في مدح النبي في صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبأعظم وبمجموعة متشكلة لغويا وفنيا لأن صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها من الفن والجمال ما نستطيع أن نسمعه من الألحان مثلا حنما نقرأ دلاء الخيرات ونقول الله مصلي على سيدنا محمد عدد طلوع الشمس وغروبها اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كل ما خلقته كل يوم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد السرساري للمحة الأنوار وعلى أله وصحبه صلاة تكون لنا دخيرة يوم القرار هذه من صلوات التي كتبها أيضا سيد عمي محمد بالمختار العالم رحمة الله عليه كنظن أنكم عاصرتوها أيضا وصلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنا نعتمدها دائما في تصرفتنا ونقرأها في كتبنا كل جمعة مع القرآن الكريم مع المدح النبي صلى الله عليه وسلم وكل يوم نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله سيوس مش طعن أنتم كجمعية عادة هذه الأنشطة كالقوفة النسك برسن إما كهول أو شيوخ أنتم الشباب صغار ومشيتوا لهذا الميدان لكن قوف الشباب عادة كمشوا إما للرياضة كرة القدم سباحة أو كمشوا للألعاب الإلكترونية أو كمشوا لأشياء خاصة بالشباب أنتم الحمد لله مشيتوا للميدان لعندوا علاقة بالمسجد وعندوا علاقة ببيوت الله وعندوا علاقة بالذكر من الذي أخذ بأيديكم وصار بكم إلى هذه البقاع المقدسة أولا سيدي مولي الطيب بداية هنا مع هذا الباب كانت مع قرآن الكريم يعني أول ما بديت هذا الميدان بديت بالقرآن يعني تعلمت قواعد جويدي عندي منذ الصغر في مجالس يعني كانوا حلقات لتعليم جوي القرآن في مسجد اليوسوفي عند المحجوب عرحاري ومسجد بولو ومسجد الفوارات يعني واحد المجموعة دي المجالس كانوا في هم حلقات لتعليم جويدي القرآن وبدأت البداية مع القرآن ثم من بعد تعرفت على مجموعة من الإخواء اللي كانوا يمارسوا هذا الفن هذا يعني كيمارسوا بشكل رسمي وبدأت المسيرة ديالتي معاهم يعني منذ يعني تقريبا مدة طويلة سنين ثم يعني التحقته بمسجد الحاجب مسجد الحاجب اللي هو المدرسة ديال المدحين ديال الضر البيضاء هذا المسجد الحاجب الذي كان يرأسه الحاجب مجالسواريه هو اللي كي ينفق فيه تماما رحمة الله عليه يعني كنت لما التحقته بهذا المسجد يعني وجدت واحد اللون اللي ما كنتش كان عيش وقبل في واحد المجموعة اللي بديت معها يعني اللون ديال المدح والسماع الأصيل طورة المغربة الأصيل يعني في 97 بالضبط بديت كان مشي لهذا الحاجب دقت هذا الشكل ديال الأداء ثم يعني من بعد يعني الحاجة عبد نجيد الله رحمة الله عليه كان اقترحوا عليه يعني واحد مجموعة دي الشباب يجمعهم من أجل باش يشاركوا في واحد المهرجان في مدينة الرباط يعني في مهرجان أبرق رق يعني تمرنت معهم والحمد لله ومر ذاك المهرجان بواحد شكل متمييز والحمد لله وتوفقت فيه شيئا ما وعجبت الحاجة رحمة الله عليه فضمني إلى مجموعة اللي كانت دي أنا دك هي المجموعة اللي كانت ضربة في عدة مهرجانات يعني تقريبا في تعدد السعين أو الفين في هذا الفترة فبدأت المسيرة ديالي ولكن هذا الشكل اللي كانت لما كنت كان حضر في المهرجان هذا وبديت كان مشي للزوايا وبديت كان شوف هذا الشكل جلبني والطرفية وحسيت بالضغ بحلها قلتي من سمع ليسك أو من سمع ليسك بحلها داق السؤالة سيسمشتان نعم نعم السبب هو أن ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله بنيتك الجسمية توحي بأنك رياضي ما شاء الله شي مصارع مصارع هذه الحرة ولما تجلس للمديح والسماع كتمنى الحمد لله رقها في الإحساس وجمالية في الأداء ما شاء الله تركت كل هذه الأمور لربما هي الشباب يميلون إليها أنواع الرياضات والفنون واربي ساقك إلى المديح وساقك إلى القرآن وساقك إلى هذا فضل هذا توفق من الله سبحانه وتعالى لكن أنا اللي بغيت نشير ليه واللي بغيت بيط القصيد الكلامي هو المديح والسماع علشي ذكرتلك أنا بدي اسمع مجموعة وكنك ندير السماع وكان بالنسبة لنا هذا الشكل لكي تقدره هو الأصل هو كل شيء لكن الوقت اللي دقت طورات المغربية الأصيل السماع البلدي الأصيل لقيت فيه لقيت فيه واحد لقيت فيه واحد شعور آخر كتشعر بهم مني كتسمع ومني كتقديه لدرجة أنني مرة حضرت في الزاوية الحرقية في تطوان في ألفين وسبعة أظن أو ألفين وثمانية في هذه الفترات هذه أو قبل ما قبل أو بعد ما بقيش متكربة قديد تقريبين في أول مرة قدي نحضر لدك لدك المسندين الزاوية الحرقية في تطوان والله العظيم لما سمعت دك الأمداح اللي كتتغنى فوق العمارة ما شعرش براسي تدموه بدكيها بطولية واحد الشعور واحد اللي تتافذك الكلام اللي كيد قال واحد اللي تتافذك الانغام اللي كيني فهذاك الحب ديالي اللي لينتج لهذا الفترة هذه اللي مرت بها هو اللي خلاني نأسس هذه الجمعية الحمد لله من أجل من أجل أن نتضر البيضاء كما هو معلوم تبارك الله أسماء دي المديحين موجودة ولكن المديح والسماع قالي نعم يعني كتسمع مديحين ومسمعين موجودين نعم ولكن نكتبغي تسمع لأنني كنقول المديح والسماع لبلدي الأصيل ما كينش قليل قليل كين نتبارك الله الأصوات الجميلة وكين نتبارك الله إخوان في المستوى العالي ما شاء الله ولكن هدا فاحنا فش أستنا هاد الجمعية أرتأينا من تأسسها يعني وكانت الغاية من تأسس ديالها هو هاد الشوكة اللي كيفتي يقوله بالدريجة اللي بكات فيها أنا وهاد الحب اللي اللي كان حب هاد الشكل هاد الميدان وهاد الضوء اللي عندي بغيت نوصله للشباب إذا الجمعية الإسم ديالها روح الإبداع الفني روح الإبداع الفني روح الإبداع الفني روح الإبداع الفني يعني انتم ما كتسعوا إلى الإبداع وبات هذه الروح في النفوس في القلوب ديال الناشئة نعم نعم وكان الحمد لله وكانت الجمعية يعني لما تأسس في 2013 نعم يعني استقطبنا واحد المجموعة ديال الشباب اللي تبارك الله أصوات جميلة مقرئين في المستوى ولكن ما كانش قدهم ديالها إبداع الفني وكانت الحمد لله كانت الجمعية سبب باش أنهم تعلموا وحبوا الميدان وقسفهم ديال الشوكة لدرجة أنهم دابالي حد الآن كيحضروا في مهارة جنات وكيحضروا دابال حالين وأنا وأنا أفرح لما كنشوفهم كنفرح الحمد لله والسيح حسن اللي وزاني ربما هاد الشاب الوسيم هو واحد من هادي الزهارات هذا ما شاء الله سيدي حسن هو يعني كيف تنقولوه نشأ في بيئة السماء هو العائلة ديالو عائلة ديالو هذا منذ أن فتح عينيه وماشاء الله هو يحضر في مجالس ديال الخير ومجالس ديال الدكر وتبارك الله عليه إنسان متقاف وتبارك الله راقي ومسان فنان وضواق وتبارك الله من حافظ ديال ألا ومن حافظ ديال وماشاء الله وراها سنين هو في فرنسا وكانت ينضم جمع ديال الحفلات نعم حدثنا يا حسن هو حدثنا عن تجربتك خارج أرض الوطن يعني الحمد لله الشباب من يخرجوا خارج أرض الوطن كنتظروا منهم أنهم يكونوا أحسن سفراء لأرض المغرب باستقامتهم وبإبداعهم وبمواهبهم كيفاش كانت العطاءة ديالك خارج أرض الوطن؟ أولا الحمد لله بفضل مجالس الدكر وصلت على سيدنا محمد الله عليه وسلم اللي نشأنا فيها واللي كنا نكون فيها دائما أينما رحلت وارتحلت في أوروبا مدة 6 سنوات إلا وكنت أصادف مجالس الدكر والسامعة بصفات غريبة كأنها كانت بحل شيء أمان اللي تجد بني الواحد المجلس ديال الدكر وهناك قصص كثيرة سأحكيها لك على الخاص إنما في مسألة ديال الفني الحمد لله استثناء جمعية في باريز ديال الموسيقى الاندلوسية ودرنا أول مهرجان ديال الموسيقى الاندلوسية في أوروبا كان في سنة 2019 كنا سميناها فستيفال اندلوسي سوخسان وأيضا الحمد لله وبفضل الناس اللي تعرفنا عليهم في مجال مديح السماع وكان أيضا الحاج يونس كان مرات ومرات كانت تشاور معاه في المجال الفني كنا نديرو مجموعة من الصهارات والحمد لله مني نرجع الدبل المغريب دلت واحد الإحصاء مع راستي قلت شامل سهرات درنا ديال الآلة بعدها لقيت بإننا درنا أزيد من أربعين سهرات الآلة ما شاء الله ديمنهم مهرجان وبالنسبة الجلسات ديال المديح والسماع أزيد من مية وخمسين جلسة ديال المديح والسماع مع مجموعة من الزوايات أو الزواوي الزواويات بالدريجة جمعوا زاوية جمعوا زاوية منهم مغربيين منهم تركيين منهم باكستانيين ونحكي لك واحد طريفة كانت وقعت لنا كنا عرضوا علينا زاوية باكستانية باش غديد قوموا واحد الحفل بالضبط ستة لوتخونتين دوز دميل ديزبيت واحد وثلاثين في شهر 12 2018 تصل بين الشيخ ديالهم قال لك الله يخليك نحنا دائما وجرت العادة منذ أن افتتحت زاويتهم وسميت بمنهج القرآن كأسوسياشون أو كجمعية باش يكون عندهم الحق في الالتماء والتجمع في فرنسا وهم في جميع المناسبات اللي الشباب باش يمشيوا ولا بواط ولا غدي يمشيوا ويسهروا هنا كدير لهم جمعية وكدير لهم حفل ديني عندهم يعني عوض الشباب يمشيوا لبواط وربما يقعوا بهم يمشيوا لبواط حلال كي تسمتوا الأمداح والأغاني الحلال في فم تحخير الأنام ويستفيدون يعني الدنيا وأخير ربما هذا هو السبب اللي يخلى بعض الفقهاء يجيزون هذا بعض التقوص داخل الزاوية كما يسمى بالعمارة والذكر اللي يكون في شوية الحركة وهو موليد طيب أنا لست عالم ولست أهلي كي أقول هل هي إجازة أم كانت أم لم تكن إنما أنا وأعد بالله من قول أنا كنخدم عقلي صغير في مسألة بسيطة جدا تنقول الحاجة اللي الحمد لله ما كتفسدش في الدين واللي عندها واحد الأساس يعني الحمد لله اللي دائما نذكر الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دون أن نلتفي أو أن نلتمي إلى جهات أخرى يعني العيد بالله الشرك بالله أو المسائل اللي كيمكن نشوفه كتجيني بحل واحد لا فيجور دستيل في فرنسيا لوكسيمور يعني واحد يعني واحد فيجور دستيل في العربية أغتني يا موليد طيب يعني بحل طريقة استعمال الكلام كتجيني مضادة بحل ناس اللي مثلا إحنا في المغرب عرفنا الحمد لله بقراءة القرآن جماعة خاصية مغربية نعم وهناك من المشارقة ما لا يخفى عليكم الذين يحرمونا هذه المسألة نعم هنا نقول لهم كيف يعقل في نفس الجملة في نفس الجملة كيف يعقل أننا قد نقوله حرام وقراءة القرآن الكريم في نفس الجملة ما كيتلاقها بش ما كيتلاق ساتيونوكسيمو هذا كتستعمل دبالآن المنهج العقلاني والذوق الانطباعي وفعلا فعلا ندموضع ربما هو شائك وخصب لكن احنا اليوم مع الجانب الفني ربما سوف نأخذ فاصيل لأنشودة من الأنشيد ديالكم مع السيون سمشطان والمجموعة لأن في اللحظة غادي تحقوا من واحد الكوكبة أخرى من الشباب ديالكم يعني طلطا اللي هما من خلج الستوديو ما شاء الله الوسامة والأنقاه واللي يعجبني أكثر هو الميكساج كان الشباب اللي هو مغربي أصيل وكان آخر اللي عنده رياح أوروبية يعني كتقى فيه الهيئة دياله والهندام والشكل يعني الحمد لله هذا التمازج يعطينا واحد المنتج جميل جدا فيه الأصالة وفيه المعاصرة إذن قبل ما نستقبلوا هؤلاء الشباب الجدود سنقوم مع فاصل ديالأنشودة ديالمجموعة المباركة برئاسة السيد يونس مشطان أهلا بشارك مقاوة الجود والكامي ساقضى أصيامي رفيع القادر فيه الأممي أقبل تعفيع التي حفالبا اشتركوا في القناة 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 أو ثلاثة الفقارات فقرة الأولى يعني الفقرة الأولى ستكون خاصة من جموعة أهل البيضاء لفن المديح والسماع اللي هذه المجموعة قد ضم واحد المجموعة دي الشباب من الشباب المرموقين ومن الشباب المتميزين في الضر البيضاء والأصوات الجميلة والطروبة وغاية تكون الحصة الأولى في هذا الشكل هذا يعني المديح والسماع برفقة فرقة موسيقية متميزة سهية لها مجموعة فرقة دار الألة ومن بعد والحصة التانية هتكون خاصة بالآلة متطرب الآلة خاصة بutterة بالآلة مع كورال ضار الألة وبي مشاركة مجموعة من المشيدين كذلك والحصة الأخيرة هتكون يعني فيها فيها مجموعة من المديحين يعني من الشباب والمجموعة من القدماء وغتكون واحد الحصة يعني حصة دير الامداح يعني الامداح الروحية بالذكر الروحي بالكلام دير القوم بالخمريات بهذا وغتكون ان شاء الله واحد الحفلة يعني احنا نتصورها وحطينا له واحد تصور جميل جدا لكن هذا الحفل هذا هذا الحفل هذا يعني نطمحه نطمحه ان يكون بداية بداية اللي ان شاء الله مستقبلا يكون عندنا واحد الملتقى متميز وغدا نغتلنا الفرصة في هذا اللحظة هادي وغدا نشكر يعني الشركاء دينا اللي يقدموننا يد المساعدة وعلى رأسهم جمعية هوات الموسيقى الأندلسي بالدار البيضاء يعني في تسماثل شخصيها الأستاذ مونير السفريوي لي يعني ما تردش يعني لما طلبت أنه يشاركوا معنا هذا الحفل ويدعمونا في هذا الحفل يعني كانت الموافقة إضافة لواحد الشخص اللي واحد الرجل يعني من أطيب الناس اللي قابلتهم من خيرة الناس اللي قابلتهم الأستاذ حسان الستيق من المدير دياله هو صاحب المؤسسة هارمونيا اللي في المعارف اللي كذلك تاول ما طرحنا للفكرة حبدها ويعني وقال لنا مادم هذا العمل جاد وعمل يعني فني متمييز وعمل يعني اللي في مدح رسول الله وفي يعني كي يحافظ على الترات وتقافي أنا ما نتردش والحمد لله ساعدنا فكن قدموا لهم جزيل الشكر جزيل الشكر جزيل من هذا المبار إضافة كن نغتنم كذلك الفرصة مرة ثانية باش كنقول الناس بأن هذه الصهرة هذه آآ را غتكون متميزة وغتستعج بكم بإذن الله سعالة وكن نطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا باش نكونوا في المستوى المطلوب لأن تهيئ ديالها كان بدا تقريبا تقريبا شهرين من الأخر شهر ثمانية وحنا كن هيئولها فنيا وتنظيميا والناس اللي كينتضموا معنا والناس اللي مساهمين معنا ومشاركين معنا يعني الناس المستوى العالية تنظيميا ويعني وحتى فنيا كذلك يعني تمرنوا الإخوان يعني للجوق ولا الفرقة وهذا يعني هذا المجهود هذا كان تطلب الله سبحانه وتعالى يتكلل ويتمم يعني بالتوفيق يعني يدخل في هذا البلاتو والجمهور اللي غادي يحضر يتمتع معنا ويستمتع ومنه الإعجاب دياله بإذن الله يتعالى إذن هذا الصهرة الفنية الدينية المتميزة المختصة في المديحي والسماع وأيضا في الشمائل المحمدية واللي غيشركوا فيها ثلاغ من المديحين والمبدعين الزمان والمكان أين المكان اللي غيحتضنها والزمان اللي غا تكون فيه الصهرة تكون بإذن الله تعالى 22 أكتوبر يعني يوم السبت المقبل والمكان غادي يكون مصرح محمد السادس مصرح محمد السادس بالدار البيضاء على الساعة على الساعة يعني السابعة والنصف لكن لكن هناك يعني بعض الأمور أريد أن أقولها يعني ودائما الجمعيات المهتمة بفن المديح والسماع يعني تستشيروا مع من سبقوها في التنظيم ومن سبقوها في هذا المجال الفني والمتميزين كذلك والرواد وكان بغير نشكر يعني الناس اللي استشرت معهم ويعني وشجعوني ووقفوا معايا يعني تهم وكذلك يعني دعموني دعموني يعني دعم معناوي على رأسهم الأستاذ الفنان الكبير سدي علي رباحي يعني بقيت معه على اتصال وسدي السدي علي رباحي هو رئيس المنشدين رئيس يعني أسر الخبرة الوطنية ورئيس المنشدين هو اللي يكون أمام سيدنا اللي يقدم يعني يقدم البرامج المولوية اللي يكون أمام الحضراء الملكية وكذلك الأخ الكريم الرجل الطيب سدي مصطفى بالرحال يعني كذلك تهو لما استشرش معه سجعني ويعني ونصحني ويعني ووجهني فلهم جزيل الشكر جزيل الشكر كذلك ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم عما قارب يحولي موسي يونسي لقيت الدعم على المستوى الإعلامي لأن هذا النشاط حتى يتم نشره ويكون في مدى وساع كانت الحمد لله دعم إعلامي نعم نعم الحمد لله الحمد لله كان دعم إعلامي ومن هد من ضمن هد دعم إعلامي سيدسكم سدي مولاي الطيب وقد إدعى هد إدعى المباركة لماذا لأن هذا عمل يستحق التشجيع ويستحق الدفع إلى الأمام لماذا لأنه أول حاجة هو كيهلم الشباب لأن هدو كلهم شباب وكيلتحق من الآن سي عبد هدي الأشعري اللي هو من الشباب المتميز اللي داخل الجمعية وكيهتم بالفن والسماع أسبقا يلتقى ما في بعض الجلسات صاحب صوت جميل لأن كل الليلة تكون في مجالس ديال الدكر وديال السماع بحكم الميدان التي تعمل فيها تعرضت لبعض تصاب لي الصوت ديالي شيء شويش وكل أصعب علي أنني نكون فأصبحت فقط مولوعا بهذا الفن هذا ولكن الحمد لله نستمعت لك كثيرا في بعض المجالس وتبارك الله أعطيك الله الهباء وأعطيك الله تعالى التقدير والصوت كيف يمشيه يعود رجعا عدد كبير من المقرئين ومن المادحين ذهب صوتهم ربما بسبب الإجهاد ثم عاد من جديد الحمد لله الله تعالى تتوفيق يا رب سي عبد هدي الأشعري أنت الدور ديالك في هذه الجمعية أنا أمثل نائب الرئيس نعم نائب الرئيس الجمعية والحمد لله هذه الجمعية كيف ما قلنا هي صمرة ديال واحد واحد للمجهود ديال واحد مجموعة الإخوان رأسيه من سيد يونس لأننا تجمع فغير المحبين وتجمع فهذه الجمعية غير المولوعين ماشي يعني ناس اللي ما عندهمش إلما مقاعب هات الميدان يعني الحمد لله هدف ديالنا الأول والآخير هو أننا دائما نهضب هاده تورات المغرب الأصير والعارق لهو تورات المدح والسماع وكذلك حتى بطرب العالة يعني الطرب عند الروسي والحمد لله جمعية ماشي أول نشاط لها هو هذا الحمد لله عند مجموعة للأنشطة وقد أساس يعني شركت مجموعة من المهرجانات الوطنية والله مالك حمد إحنا كنشقوا طريقنا يعني بتي طا بتي كون الحمد لله يعني الحمد لله كنشوف أن هذا الملتقاء وهذا الصار عفوا اللي غتقامي ومسبت ما هي إلا بداية للنجاح إن شاء الله اللي غتعرفوا الجمعية لأن الحمد لله نطموحات كبيرة ما زال إن شاء الله غتكون شي حاجة حتى فرمدان بإذن الله شهر رمضان نعم إذن لك أفكر أننا نضموح الملتقال يغيكون وطني بإذن الله وتشارك فيه مجموعة من المجموعات المحلية اللي كانت متل المجموعة من المدن المغربية وكنطلب الله ربي وفقنا جميعا إن شاء الله تعالى لا يعيش بنا استلاش عاري لماذا هذه الجمعيات فقط تقيم أنشطتها فقط في المناسبات الدنيا إما في المولد النبوي الشريف وإما في رمضان يعني ونلاحظ غياب طول السنة وهو ماشي غياب كنقول لكل مقامين مقال يعني مدام الجمعية الهتمام وصراحة الجمعية معداش فقط الهتمام فقط بالميدان دي المديع السماء والطرب آلة وإنما عندها سمامات أخرى كالأنشطة الخيرية يقدرون أنشطة دور العجزة أو دور الإيتام يعني موازاتا مع النشاط في المديح والسماع ممكن ندروا أنشطة نعم مثلا من العشطة التي يحتاجها للمجتمع مثلا حملة تبرع بالدم نعم ممكن ندروا نشاط ديني عندهم في السماء والمديح ويحضرون الوحبين ويحضرون الناس للمع العشاق هذا ونفس دي الفن وتتم عملية دي التبرع بالدم للفئة اللي هي محتاجة مثلا شئ لان وسيونس ربما رأى نشط في هذا المجال عادة في الموليد النبوي ممكن ندروا نشاط ديني في المديح والسماع وندروا لفائدة ربما خيري من الخيريات للأيتام أو دور العجزة أو الأمهات العازبات وش كتفكروا أنكم مثلا أنتمشون السجون لأن وراء القطبان كان واحد مجموعة ديني الناس عندهم الحزن وعندهم المأساة القدر الإلهي شاءت قدرة الله أن يقع ويحتاجوا مثل هذه الجمعيات أنها تزورهم داخل السيهين وتدير واحد للأمسية فنية وتبلغ من خلال رسائل لهؤلاء الشباب اللي هما ضاعوا لنا مغيرون نرجعون إلى الحياة العادية نعم سيدي ملع الطيب الجمعية كما قال أسد عبدالهادي الجمعية الحمد لله عند مجموعة من الهدف وعند مجموعة من المجالات تنشط فيها المجال يعني الجماعي مجال الطربوي والمجال الثقافي والمجال نقاط بني يعني مجموعة من الأنشطة ممكن نشطو فيها لدينا حق نشطو فيها جدا كلها. ومسألة مثل هذه الأنشطة نحن نفكر فيها. يعني باش ننضيره أنشطة في السجون. أما دور العجزة يعني در مرنا منهم عدد دي المرات. دور الأيتام كذلك مرار. يعني قمنا معهم شركات وعملنا معهم أنشطة. وحتى تبرع بالدم هناك واحد للجمعية جمعية خيرية. باختصاص دياله هو كتجيب ناس يتبرعوا بالدم. يعني عدد دي المرات صدعاني وحضرت معاه في ذكر الأنشطة دياله وقمت يعني بمادي حسامة كي تقرأ والذكر وكذا. والناس كي يبركوا معانا ونشطوا. وكيمشي واحد بواحد كي يعطي الدم. يعني وإحنا أستاذ مريطي الجمعية ديالنا. الجمعية ديالنا يعني عندها مجموعة ديال الأفكار. مجموعة ديال الأفكار. ومجموعة ديال الهدف يعني بغي نوصل لهم. لكن كانت منهم الله سبحانه وتعالى. كانت منهم الله نلقاو 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 الناس. يعني نلقاو الناس اللي يخذوا بيدنا. ولي شجعونا. ولي يعني ماديا ومعنويا. هذا هو الأدية ثم أصحب الحافظة للأبيات الشارية. كتقل وما نيل المطالب بالتمني. ولكن تؤخذ الدنيا غلاظة. فالإنسان يصارع. وغندر جعل لسي حسن الوزني. ربما لأنه مخضرم. ولغم أنه شاب صغير. عاش ردحا في وسط مغربي ديني روحاني أصيل. ثم شاءت القدرة الإلهية. أنه يسافر إلى البلاد الغربية. ويستنشق الرياح الأوروبية. واندمج مع جنسيات مسلمة كثيرة. من أتراك والباكستان وغيرهم. سي حسن الوزني. أنت من خلال التجربة ذلك المتمددة في البلاد الأوروبية. أكيد أنك ستكون غنيم التجارب. لأن نحن محتاجين دائما التلاقح التقافي والتلاقح الفكري لنتقدم إلى الأمام. هاش ممكن تستفتي من إقامتك في أوروبا. والخلطة ديالك مع تجمعات دينية. كتقوم على بحال فكرة تقول تقبلها جميلة بزاف. يعني هادو مجموعة دي المسلمين باكستان. داروا جمعية دي الأهل القرآن. ومن خلالها قدروا أنهم يستوعبوا الشباب عوض في الويكاند. الشاب كيمشي الديسكوتك. أنه ربما يشرب الخمر. يتعطى المخدرات. يتعطى إلى المحرمات. وكيجي في الصباح باكرمون هاك القوى وبعيدة عن الإيمان. فكيجيبوه من هاد المنهج كيلقى الدكر. كيلقى العمارة. كيلقى السماع. كيلقى القرآن الكريم. كيلقى وكيلقى حتى الإطعام والشراب. يعني لو حددتنا عن التجربة هادي. أش ممكن استفدو منها في أوروبا خصوصا. كان 10 اوالي كانت تشاركة فرنسي Nocturne ثم الاجتماعي التي كانت تشاركة كتب her والمقاعدة التي تردوها بحكرة اعتداء منهم تجارب زوينها، منهم بعد تجارب اللي، ما كيش تجارب خيبة منهم، تعلمنا منهم الحمد لله حتى التجارب الخيبة، كنت استفدوا منها، سيئة ودرسة كنت استفدوا منها، كنت استفدوا منها المثال اللي الجمعية متلا منهاج القرآن اللي كنت مشيت عندهم في 31 شهر ديسمبر ومن بعد، ولا وتأيت، ولنا دائما، أولا لأنه إحنا مجموعة من الشباب اللي ما كانش عندنا واحد هدف مادي ما كانش يعني محبة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما بحبة في إيصال ثقافة السماعة المغربي الأصيل والموسيقى الاندلوسية المغربية بحيث أن جمعية التي أخر جمعية أنشئت اسمها جمعية صفراء الموسيقى الاندلوسية المغربية بالمغرب L'Association des Ambassadors de la Musique Andalus en France والحمد لله من التجارب اللي تعلمنا ومن التجارب اللي استفدنا لأنه الإنسان أولا بصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيكون الإنسان بار لولديه وبار لقيمه ويكون الإنسان يعني فهد لدغوات شوية واحد الاستقامة الله سبحانه وتعالى يجعل لك من كل ضيق مخرجا بطريقة أو بأخرى بعض المرات يعجز اللسان على تفسيرها أو على الإخبار بها لدرجة أن بعض المرات يمكن أن توصف بالكرامة لأن الله سبحانه وتعالى يعطيها الواحد الشخص لستطع لغب كيف يعرف الجميع فهم جموعة من الإغراءات ومجموعة من أكيد أن الشباب الذين يسافر الأوروبا ما يشدهم في أوروبا هو البريق وروح الحرية والمتعة هي متاحة للجميع متاحة وحلال يعني حلال بمفهم هناك وقانون هناك يحميها القانون الشباب ربما يقع له الاستلاب في الغالب الشباب عنده هرمونات وخلايا تجذبه إلى الحياة وإلى المتعة كيفش أنتم شباب الحمد لله استطعتم بطريقة يعني بسيطة جدا أنكم تحافظون على هذه التوابت وتحافظون على هذه القيم وتصلون إلى مقام الكرامة شوفوا لا ندعي الوصول إلى هذا المقام نحن فقط نقول أن بعض الأشياء أو بعض التخرجات التي كرمنا بهم الله سبحانه وتعالى نصفها بالكرامة ولكن ماشي مقام الكرامة نحن نطمح إلى ذلك نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها هو دين الإسلام كما تعلمنا مع المشيخ الذي جلسنا وعرفناهم منهم مولي عبد الله الوزاني رحمة الله عليه هذه مناسبة نترحم بها عليه على الشريف مولي عبد الله الوزاني كان يقدم برنامج مهم في القناة الثانية يسمى الإسلام وقضايا العصر وكان رجل فنان وليكس راديو وكان يناقش مبادئ ما بين الإسلام والحياة العصرية إلى آخره وكتب مجموعة من الكتب ومجموعة من المحاضرات اللي دارها على الصعيد الوطني والصعيد الدولي من أجل يعني إصال واحد الفكرة والحمد لله تعلمنا من نولا من شيخ سيدي محمد بن المختار الوزاني رحمة الله عليه الذي أصلا أيضا وفته المنية هذه سادتين من قبل وعلماء آخرون يعني أن نعاصرهم والحمد لله لنا الفضل ولنا كرامة من الله سبحانه وتعالى أننا نعاصرهم جعلنا الله سبحانه وتعالى أن نتصف بصفات الإسلام الليين قلتي واحد الكلمة قبلة مني كنا نجلسون بعد شباب الذين مثلا لقوا واحد الحرية شراب وخروج وصهار وهذا وهذا مني كي يجيوا كيتعاملوا معيتي يشوفوني أنا في الذكر وفي الأمداح ونهار الجمعانا مشيت مشينا لهذا الزاوية ونهار ستبت مشينا لهذا المحاضرة الفكرية نهار لحد درنا واحد الحسة دي الألن عما سيديتها هي دين ودونيا وفي الألن أيضا ما ديح النبي صلى الله عليه وسلم وابنين كان قلس معاهم ما كان ننظرش فيهم ولا كان سبهم ولا سنقلهم ما تشيت تدرر حرام أو 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 ولكن تأخدوا كتستعمل أسلوب ترغيب ما يسمى بالدعوة بالحال بس دي الأشعاري ما تسمى؟ ما يسمى بالدعوة بالحال بالدعوة بالحال وهذا ما يقوموا بالشاريع يدعوهم بحاله ربما هذا مجوعة من التيار معين وهذا كذلك مقام حال أهل الله صاحب من رأيته تذكرك بالله من إذا رأيته ذكرك بالله وهذا هو يعني لما يذكرك بالله هذا الحال يالو حال أهل الله سيون ستشري بغن نعرفه دب الان هذا النشاط اللي غتقوم به ان شاء الله تعالى يوم السبت 22 أكتوبر بمصرح محمد السادس بالدار البيضاء على الساعة السابعة مساءً والنصف يعني هذا النشاط فيه الإحياء للمولد النبوي الشريف فيه السماع فيه المذيح احنا بغن نركزه اشنا هي الرسائل والقيم الإنسانية اللي بغيت تتبعتوها من خلال هذا النشاط احنا اسمعنا الآن من عنس حسن الوزاني كيف أن الشباب في الغرب وهذا البرنامج يسمعون فينا الآن واحد المجموعة للآباء والأمهات في دول أوروبية غرب الأمس كانت في البرنامج واتصرت بإنسانة من أمريكا من بوستون كانت تقول لي بأنني أرجوك تكلموا عن مشاكل أولادنا احنا عنا أولادنا في الغرب يضيعوا مننا 18 سنة 19 سنة يضيع مني ويمشي رياح جارفة وكان بغي ولدي يرجع للدين ورجع للقرآن ما عرفش وكيلقى علماء تكلموا بوحد طريقة شديدة جدا ومليك تكلموا بوحد طريقة شديدة يخالوا التغفير فكي تبحث أشنوى الطريقة المطلع باش ممكن نقنعهم التي أحسن بالمحبة بالمودة بالترغيب ولعل طريقة دي المديح ودي السماع وهذا العمل الفني ربما قد يكونوا بوابة سهلة دي المنال باش نوصلوا للقلوب دي الشباب وعموهم الناس ونمروا الرسائل والقيم أولا ما يطيب وهذا الفن دي المديح والسماع هو فن من ضمن الفنون مجموعة دي الفنون يعني هو فن غنائي يعني الغناء في مجموعة دي الألوان غناء في هذا الشكل وغناء في هذا الشكل هذا فن غنائي يحتاج إلى طاقة صوتية ويحتاج إلى موهبة ربانية ويحتاج إلى كده فعوض هذا صاحب هذا الصوت الجميل أن يوظفه في فن يعني من بعض الفنون مهم كل فنون لها يعني لها جمهورها ولها محبوها إلى آخره لكن هذا الفن هو واحد الفن اللي تجمع بين الدين والدنيا فالإنسان كي تغنى بكلام طيب في المدح دي الله الرسول صلى الله عليه وسلم في لبسيها لطربانية في أشعار دي الأهل الله في أشعار دي الله كليم لا في الأشعار دي الأهل الله نعم أرجوك يا أخي يطفد الكليم لا المسمعين نهيك يبقى عليهم أخونا 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 سي المخرج رات فالكليم لازالي يدي دي راكت لأن سي لأخسيونس يالك يخبرني جالستوديو وجمل الحمام تماما كي بليك يضوي وكي يلمع هو دائما كي يضوي وكي يلمع ومن الأدب دياله ومن الخيصة دياله للحاج يونس في الحقيقة وسمح لي قطعتكم احنا كي يقول لك لكل مقام مقال وكل واحد غاد نعطاه واحد الصيفة دياله حاج يونس جامل وقال لي أنا ممكنش لي نمشي إذا كنت افتامنا ممكنش لي نجي عند السيد طيب في الراديو ونجيو نتلقى بالناس وخسنا نكون في واحد الصيفة جميلة ونكون أنا كيف نحب أن الناس نستقبلهم فأنا بغيتهم ما يحبوا يستقبلوني واحد الخيصات جميلة وهو صراحة نمشيو كاملين ما شاء الله و هذه ميزة عند المسمعين كنعرف واحد من أبرز الميزة عند المسمعين النظافة والجمالية لأنهم يمدحون سيد الخلق وهذه سيئة رسالة من رسائل اللي كان بغير مرها في الحفلات يعني الشباب ما شاء الله اللي غيكونوا هادو من خيرة الأصوات هناك أصوات كثيرة ما شاء الله ما يمكنش لكن هادو من خيرة الأصوات الجميلة اللي كنا في الدر البيضاء وشكلا ومضمونا ما شاء الله هادو مجموهاني معكم اسمحوا يا مينعكم سيك السيل أشعاري جاوجب مع مجموعة دين الشباب يعني خيلتهم أنهم شباب غريبة لأن الصفة دين هم تركي على نمساوي على كده معنا دك الشاب الوسيم السيل أشعاري كن دك الشاب الوسيم وكان أحسن يقدم نفسه وسيل أحمد دمولي أحمد تازي البزور وهو حفيد أستاذ كبير أحمد تازي البزور رئيس زوغطر الأندلسي بمدينة تازاو ما بين سنة 1900 بمدينة دربدة ومدينة فاس ومدينة تازاو هذا الإدوان هذا الجد الأكبر هذا الجد الأكبر الحفيد الأصغر أكيد فتح عطيت لهذا المجال شكله كوثيف وأنيق ربما كنت أو خلو السلمائي يريد استعدك وكثل دور البطولة في أفلم عاطفية ولكن ألفны بشيت المديح والسماع ومدح النبي صلى الله عليه وسلم هي الرياح جرت بي لهذا المجال وهذا الفن الروحي الصوفي فالمديح السماع ولا الموسيقى الأندلسية فهو فن روحي يعني بطريقة بالفترة ديالشخص كالقراصو منجادب لهذا النوع لهذا الطرب لهذا النغمات والطبوع المتعددة اللي كانت تستعمل في هذا الجشد الفنون فإذا لم يكن اختيار ولم يكن فرد لكن كان واحد الجر واحد الجرايان مائي اللي جرني لهذا الميدان إذا يمكن أن نكون أنا كشخص كنختلف على الشباب في العمل اليوم أنا سنديالي اليوم 20 سنة اليوم 20 سنة بمناسبة راتي ميد يالي اليوم عيد ميلاديك اليوم عيد ميلادي 20 سنة ما شاء الله سنة سعيدة سنة سعيدة وكل عام وأنت بألف ألف خير شكرا ناسيدي ما شاء الله كيف قلت أنني أنا ممثل طلبة بمؤسسة أرمونيا اللي هي أيضا شاركة في هذا الحفل نحن كطلبة وكمؤسسة دائما لدينا هذا الروح ونجدها بالفن والسماع والمديح وكذلك الموسيقى الأندلوسية فإمكان أنا أستدعب لهذه دائما وأكثر بالنصيق والإشراف دي الأستدعب لهذه ففي الأنشطة دينا دائما وجود أنشطة دينية كالقو وجود السماع والمديح ويمكن كان أستد يونس كان معنا وشرفنا ففي الدكرة ديال المولد النبوي الشريف بالمؤسسة وكان هو أطرفنا وهو المجموعة دياله فإحنا ياك هذا الميدان وهذا الفن يسقينا يسقي روحنا لأنه يمكن نلقاه في هذا العصر أن العديد من الأشياء لي ما تقدرش هذا الغليل وهذا واحد نقصان كي تواجد في الروح فالمديح والسماع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خير الأنام هي العلاج لا إلهي لله الشباب اللي معكم في المؤسسة أكيد أنهم ولد عائلة كبار وعندهم واحد معجبين بالثقافة الغربية وغيرها وش كين إقبال من اللي كتطوح للعرض اللي هو متميز وكي يطرق الأبواب القلوب وكي يعزف على النفوس كتلقوا إقبال هؤلاء الشباب أحسن جواب اللي نقوله هو واحد جريبة كنا قمنا بها يوم في شهر رمضان مبارك السنة الماضية فكانوا الشباب دلنا له واحد من الفطور الجماعي فإذا أنا وأستاذ عبدالهدي واحد زمين معنا في المؤسسة قمنا بعد دلنا حصة ديال المديح والسماع وشوية ديال التعشاق في النبي صلى الله عليه وسلم وشوية ديال أعلى فلقنا هادوك الطلاب بواحد طريقة لا شعورية تافضوا ولو هما كأنهم ما مأترنش لا بأيدولوجيا غربية ولا بموسيقى غربية كأنهم شوف هادوك السياق وما شعرونش براسهم يعني هو شيء عظيم واحد كانت كنوع من المؤجزة لكن ما إحنا شخصيا مكناش كانت وقعد كل الفدك طاقة روحية طاقة روحية والشباب لأنهم فطرة سليمة وعندهم شوق وعندهم عطش للقيم الدينية من يسمعوا واحد الوصلة فنية جميلة مع وجوه شابة جميلة وفي واحد الإطار اللي هو بعيد كل البعد عن حسابات السرعة الدنيوية أكيد لقوا تجاوب عميق لأنكم طرقتم الفطرة السليمة فعلا فعلا لقوا واحد تجاوب واحد كأننا أسقينا روحهم كان عندهم واحد النقصان كان عندهم واحد كانوا في واحد المتاهة القوارسهم في واحد العالم واحد آخر واحد العالم روحي صوفي خلهم يشعروا بواحد طمأنينة في النفوس ديالهم إذن المجتمع ديالنا محتاج لمثل هذه الأنشطة التربوية والثقافية والخنية لملء هذا الفراغ الروحي فعلا لأنه هو إلى جينتل من ناحية العلمية لا في المادية السامعة ولا في الموسيقى الآلة كلقوا أنهم كيلعبوا كثير على الطابع الروحي وأن حتى الطبوع اللي كتستعمل في المادية السامعة وفي الموسيقى الأندلسية ككل فهي ماشي اعتباطية فكان القواها كتغنى في وصل مضبوطة في أوقات زمنية مضبوطة يعني ماشي اعتباطية يعني هو في نفس الوقت كيلعب على شخصية المرء وشخصية الإنسان بالفترة دياله يعني نقدر رجعوا تل يمكن هنا الإخوان يعرفوها أنه في بعدينا تفاس بستفرج المرسطان ديالستفرج أنه كان الموسيقى الأندلسية كانت كتستعمل لعلاج الناس دوي الاختلالات العقلية يمكن نحن في هذه الفن ديالنا بالضبط وصل لأوج دياله وصل لأوج دياله وصل لأوج دياله وصل لأوج المستوي اللي الآن كالقوا في جامعة عالمية دولية أنهم كيعالجوا بالموسيقى ولكن نحن كنا الصباقين في هذه الميدان ويمكن عبر الجلسات وعبر الحضارة الصوفية لكالدار كالقوا رسنا نحن المولوعين ولا تلناس اللي كي يحضروا معنا كي يلقوا رسوا مخارجين بو حضرتياح سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم هذا النشاط الفني اللي هتقوم به قلت بأن الفئة اللي غير شركوا فيها عنهم مؤهلات أول حاجة قلت الصوت الصوت الحسن ثم ذكرت كذلك يكون عنده واحد القلب مشبع بالقيم ديال الأمداح النبوية ثم قلت الصورة الجميلة واللباس الأنيق أيضا مدى باش نكملوا الصورة أمام هؤلاء اللي هو سدي موري طيب أصلا الجمعية لما انشأت هذه الجمعية هذي كان هدف ديالها هو استخطاب وجلب هذي الشباب يعني هذي الشباب هذي حاليا معدنا واحد مجموعة لكن قبل كانت واحد مجموعة أخرى وقبلها وثين كانت واحد مجموعة أخرى وكل هذي الشباب هذو لما تعرفنا عليهم كانوا أصوات جميلة يعني من ضمن الأشياء اللي كنركزوا عليها يكون صوت جميل ويكون إنسان موهوب يعني كيكون موهوب يعني إحنا كنا نجره لعدنا ونحاولون نلقنوا هذي الفن هذي من خلال ذا كتي اللي تعلمنا ومذيك البركة اللي يخذيناها من عند الناس اللي يسبقونا وتنوصلوها عليهم بواحد شكل زويون وراقي وهذا وكي الحمد لله كيتجاوب معوں بواحد شكل متميز لما كيتوقو لما كيتوقو هذي الفن هذا وكيتجاوب معاه روحيا وكيتجاوب معاه يعني همت يوليهم همة كشل كانوا يقوموا بيحنا اللي قامنا معاهم البالول همت يبدأوا يقومون بها من بعد هدا ثانيا آآ ذكرتي لي ف السؤال يذكرتي هو الهداف ديل، ديل هذا الحفل إيك من ضيمن الهداف ديل الحفل الرسائل اللي رتقدموها إن شاء الله من خلال هذا الفن غريجوا الناس إن شاء الله بكثافة من جميع الأصناف والأشكال وهذه يحبوا يسمعوا هذا المديح النبوي الشريف وأكيد هذيك الوصلات الإنشادية تحملوا في طياتها رسائل يعني الرسائل اللي كنا ربما أذكر منها هات شاب الجميل اسم الكريم بابا؟ أحمد سي أحمد فرق الله أذكر العطش الروحي كي الناس اللي معتشانين روحياً وكي الناس اللي عندهم ربما اكتئاب أو قلق وخصو الدواء من خير يكوف خيميديا الطبيب يبغي يسمع ربما ربما يكونك جرعة دي الدواء عن طريق الموسيقى الروحية والأذكار الربانية نطبيت الحال أولاً أولاً الإنسان كيف ما سنقولوه جسد وروح إياك الجسد الغداء ديالو شن هو الغداء ديالو والأكل والشراب بالآخري فغداء الروح فغداء الروح غداء الروح لكن هناك من يقول الموسيقى غداء الروح والموسيقى كدامهم هناك من يقول هذا الكلام لكن الغداء الحقيقي هو هو الذكر والصلاة على رسول الله وقراءة القرآن فإحنا هاد الفن اللي احنا غنقوم به في هاد الصراحة هدي هاد الفن يعني جميل يعني من ضم الفنون اللي احنا كنتمناهم الله تعالى ان الناس اللي غايجيوا ويتسنطوا لها طبيت الحال لو هي وحد الفئة كتيرة ووحد شريحة كبيرة كنا في الدار البيضاء اللي كيحبوه بوحد شكل يعني متمييز الدرج انه يعني بين القوسين الدرج انه بعد مرة كنكونوا في بعض المناسبات نعم وكان بقاونا نشدوا في الأمداح يعني مختلف الأنماط وكان طيحوا في بعض العائلات يقولك ما تدرش لي شي نمط من غير النمط المغريبي الأصيل ما بغيش نسمع شي حاجة من غير البرضة والهمزية وما تيصر ان قصر اه ما كيقولك انا يلا درتي لي انا منك نسمع السماع لبلدي الحميك يشوفوك عليها نعم انا بغي نتمتع بالسماع لبلدي الأصيل فهذاك السماع لبلدي الأصيل اللي هو يعني يعني شبه 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 مون عادي ده بحالين بزاف المناسبات عند بعض الشبعات الشباب مهم كل واحده في انتيرته لكن وكل واحده الدوق دياله وكل واحده طريقة للأداء دياله لكن هو الشبه مون عادي نعم والفئة مستهدفة انا بغينا 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 هذا الحفل هذا يكون كنموذج لهذا الناس المحبين يعرفوا بأننا رأى كنا واحد المجموعة وكنا واحد الناس اللي مهتمين بهذا الفندي المديح السماع لبلدي الأصيل نعم وباقى مش شبته بالتراث وباقى مش شبته بهذا بهذا توابط دياله وغزروا واحد الوقفة مع السماع الأصيل إن شاء الله تعالى ثم نواصل هذا الحوار المباركة فابقوا معنا صلوا على هذا النبي أغل هشمي بقالبي أحمد زكي دون سبيبا وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي أغل هشمي مطالبي أغل هشمي أغل هشمي أغل هشمي أغل هشمي في الكتب في الكتب أغل هشمي مطالبي أغل هشمي 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 بقالبي أغل هشمي أغل هشمي أغل هشمي أغل هشمي يُنَّسَ بِهِمَاً وَصْفُرُ فِي الْكُجُرِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن أزمة غلاء الأسعار كيف نعالج مشكلة غلاء الأسعار ننظر في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية وفي القواعد الفقهية كيف عالج الإسلام مشكلة غلاء الأسعار تجاب هنا آية قرآنية يقول فيها ربنا عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الكثير من الناس لا يعرفون كيف أن المال يتسرم من بين أيديهم منذ منتصف الشهر يجدون بأنهم في حاجة للاستذانة الكثير من الناس يشتكي بأنه لم يعد يقدر أن يغطي جميع احتياجاته براتبه الشهري فكيف نقلل من مصاريفنا ونفقاتنا وكيف نتخلص من بعض العادات الاستهلاكية الغير الضرورية التي اعتدنا عليها إذا رجعنا إلى الشريعة الإسلامية نلاحظ بأنها قد وضعت لنا قواعد لحفظ التوازن بين الفرد والمجتمع وسنت لنا أحكام لدفع الغش والاحتكار ونهتنا عن الإفراط والتفريط ومن ثم على ضوء هذه القواعد يمكن أن نعالج مشكلة غلاء الأسعار حتى يحافظ الناس على ضروريتهم الأساسية التي لا غنى عنها هذا الغلاف الأسعار ليس جديدا هو في كل زمان وفي كل مكان حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلى السعر كثيرا فجاء بعض الصحابة يسألونه كما يروي أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا سعر لنا فقال النبي الكريم إن الله هو المسعر القابض الباصط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولمال فالنبي الكريم خشي من التسعير لماذا أن يضر بالتجار ولكن وجه عدة توجيهات للدليل على الله عز وجل بأنه المسعر هو القابض هو الباصط هو الرازق والعلماء والفقهاء استنبطوا من هذا الحديث القول بسد الدرائع سد الدرائع له قضية فقهية أصولية غايتها هو المنع من بعض المباحات لإفضائها إلى مفسدة فترك حرية الناس في البيع والشراع بأي ثمن دون التسعير هذا في الأصل أمر مباح لكن في ظروف استثنائية قد يؤدي إلى الاستغلال والجشع والتحكم في ضرورية الناس وأقوتهم هنا يقضي الشرع التدخل بتقييد التعامل بأسعار محددة أولا أيها الأحب الكرام علينا أن نعلم بأن كل ما يحصل للأمم أو الشعوب من الشدة والرخاء والسراء والضراء هذا كله بأمر الله الله تعالى هو القابض وهو الباصط وهو الرازق وهو المسعر وأحيانا قد يكون هذا الغلاء هو من أسباب الإبتلاء ليرى ربنا عز وجل ويظهر صبر الناس مدى صبر الناس قد يكون ابتلاءا لقول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والتمرات وبشر الصابرين الإنسان عليه أن يصبر في مثل هذه الحالات وليحتسب لأن ذلك ابتلاء وقد يكون هذا الأمر عقابا في بعض الأحيان كما الآية السالفة الذكر وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون المجتمع الدولي عموما في السنوات الأخيرة عانى من لباس الجوع والخوف ونحن نعلم بأن هناك أوضاع عالمية سغمت في ارتفاع الأسعار الكل لا يخفى عليه أزمة الكورونا ثم مشكل الجفاف ونضرة المياه ثم ارتفاع أسعار مواد الطاقة خصوصا البترول والغاز بسبب التوترات على المستوى الصراعات الدولية وأيضا مشاكل صارت تعتري عملية التوريد للمنتوجات بجميع أصنافها وغيرها من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار لكن كيف نعالج مشكل غلاء الأسعار في الشريعة الإسلامية أول شيء لابد أن نقاوم الاحتكار والاستغلال لأن هناك من يحتكر المواد الأساسية ويخزن السلع والبضائع حتى تنفذ من السوق ثم يقوم برفع سعرها ثم يبيعها بأضعاف تمنها وهذا الأمر حرام في الشريعة الإسلامية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله تعالى منه وأيما أهل عرصة أصبحت فيهم أصبح فيهم مرء جائع فقد برئت منهم دمة الله تعالى الاحتكار للمواد الأساسية هذا حرام نعم قد يحتكر الإنسان أو يخزن بعض الأطعمة أو بعض المنتجات له ذلك ولكن إذا تجاوز أربعين ليلة أربعين ليلة برئت منه دمة الله لأنه بذلك يلحق الضرر بالناس قد يوجد الجشع والطمع في بعض التجار فكيف نعالجه نعالجه لا بد من التدخل وأيضا تكون هناك المراقبة المراقبة تعزيز المراقبة للبضائع التجارية وإذا تقلصت المواد الأساسية لا بد من الدولة أن تتدخل لزيادتها تعمل على زيادة هذه المواد الأساسية الشريعة الإسلامية توجه النصيحة لكل تاجر تاجر مسلم يتحلى بحسن النية وجهته بالرفق بالمسلمين حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه خطابا لتجار قال يا أيها التجار قال إنهم يبعثون يوم القيامة فجار إلا من اتقى الله وبر وصدق إلا من اتقى الله وبر وصدق فالتاجر المسلم لابد أن يكون سمحا في بيعه سمحا في شرائه سمحا في معاملاته المالية وقد دعا النبي الكريم بالرحمة للتاجر الذي يكون في هذه الصفات فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا اقتضى من صفات التاجر المسلم هو اللجونة في البيع والشرائي والمعاملة لكن في حالة ارتفاع الأسعار دي المواد الأساسية لابد للمستهلكين والمشترين أيضا من بعض التوجيهات فالمستهلك والمشتري عليه أن لا يتوسع في اقتناء كل شيء هناك بعض الناس أصيبوا بحالة من الشراء يريدوا أن يشتري كل شيء يدخل إلى الأسواق الكبيرة ويشتري كل شيء مع العلم أن هذا المال الذي هو رزق من الله نحن محاسبين عليه لأن الله سيسألنا عن المال يوم القيامة من أين اكتسبته وفيما أنفقته فالإنسان الذي ينفق المال حتى في الحلال بالإصراف يحسب عليه ربنا عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ومرة الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله مر ومعه لحم مر على سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لحم كتير فقال يا جابر ما هذا اللحم قال هذا لحم اشتهيته واشتريته فقال له سيدنا عمر ابن الخطاب وكان أنا ذاك خليفة المسلمين قال له يا جابر أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية قال أي آية قال قول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ليس من الحسن أن الإنسان كلما اشتهى شيئا يشتريه هناك بعض الناس عندهم الرعب في أن يقتنوا كل شيء وهذا يساهم في هذا التضخم وهذا الغلاء ينبغي أن نرعي الأولوية في الإنفاق وينبغي أن نرشد الاستهلاك ولابد أن نضع المال في محله فالملاحظ أن الكثير من الناس يشترون أشياء لا يحتاجون إليها ربما كل واحد منا سوف يجد في خزانة ملابسه تيابا وقمصانا وسراويل وغيرها ربما لم يلبسها سوى مرة أو مرة في حياته وبقيت هكذا مرمية وكم من سيدة تقتني أدوات كثيرة في المطبخ وتضعها وكم من عائلة تضعوا طعاما كثير حتى يمر عليه وقت الصلاحية ويتم رميه في وهكذا لا حالة ولا اقترب لله فالإنسان عليه أن يرعي الأولويات في الإنفاق أي نعم الإنسان لا ينبغي أن يبخل عن نفسه ولكن أيضا لا ينبغي أن يبالغ في الاستهلاك ربنا عز وجل قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا من المنطقي أن الإنسان قبل أن يدب إلى التسوق في أي مكان خصوصا في الفضاءات الكبرى أو في البقالة الصغرى لابد أن يضع قائمة للتسوق يحدد فيها من يحتاج إليه بدقة ممكن أن يسجل ذلك في ورقة ويدون ذلك مثلا يضع الفئة الأولى تحت عنوان الأساسيات يعني البروريات التي لا يمكن استغناء عنها ثم الفئة الثانية يضع فيها الكماليات أو الرغبات التي يمكن الاستغناء عنها ويحاول أن يوازم بين ما سوف يشري وبين دخله فمثلا الفواتير الشهرية التابتة مثل إيجار البيت وقسط سيارة وفواتير الماء والكهرباء هذه ضرورية ثم الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وعلاج وتمدرس ضروري جدا وبعد ذلك تأتي مرحلة الكماليات أو الرغبات الزائدة على المؤمن أن يتحل بالقناعة من صفات المؤمن رغم أنه يكون تري ورغم أنه يكون ميسور لابد أن يتصف بالقناعة وهذه القناعة أوصان بها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ننظر إلى من هو دوننا ولا ننظر إلى من هو فوقنا فقد قال صلى الله عليه وسلم انظر إلى من هو أسفل منكم ولا تنظر إلى من هو فوقكم فهو أشجر أن لا تزدر نعمة الله الإنسان كلما اتزم بالتحلي بخلق القناعة كان إلى الله أقرب وقد قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما أتاه قد أفلح هذا هو الفلاح العظيم من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما أتاه كذلك أيها الأحباب الكرام علاج مشكلة غلاء الأسعار التي يكتب بها الكثير من الناس الآن ربما في مواد في الخضروات في الفواكه في اللحوم في الأسماك في الدجاج في الملابس في المواد الدراسية في المحروقات غلاء الأسعار في كل شيء كيف نعالج هذه المشكلة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة جاء إليه الناس يشتكون قالوا له لقد غلاء عندنا اللحم وغلاء عندنا كذا وكذا فسعره لنا ووضع لنا سعر لهذه المواد نحن نحتاج إلى كذا فقال سيدنا عمر أرخصوه أنتم أرخصوه أنتم فقالوا نحن نشتك غلاء السعر عند الجزارين للحم وغلاء ذلك ونحن كيف ننتقل أرخصوه أنتم قال أي نعم فقالوا وهل نملك حتى نرخصه فقال قولته الرائعة قال أتركوه لهم أتركوه لهم المواد التي هي غالية التمن أتركوها أتركوها عند أصحابها ولا تشتروها وبالتالي سيضطرون مكرعين أن يخفضوا السعر لأنها إذا بقيت عندهم ستفسد وتنقضي صلاحيتها وتكون لهم خسارة عظمى فسيضطر التجار أن يرخصوا هذا السعر لهذه المواد هكذا قال سيدنا عمر الخطب أرخصوه أنتم أتركوه لهم كذلك وقع في مرحل كثيرة في مرة في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز أيضاً كان قد غالت بعض المواد الغدائية وخصوصاً كان عندهم الزبيب فقالوا سعر لنا ثمن الزبيب لقد غال علينا فكتب إليهم أن أرخصوه بالتمر أي استبدلوه بشراء التمر الذي كان متوفراً بكترة فإذا كان مادة غالية نتركها ونستبدلها بمادة موجودة وهكذا سوف يضطر التجار أن يرخصوا تلك المادة وهذا ما وقع فعلاً فرخص التجار الزبيب وصار التمر خير بديل علاج مشكلة غلاء الأسعار لابد أيضاً للمسؤولين في الحكومة أن يتدخلوا أولاً يتدخلوا بدعم السلع الأساسية الضرورية التي يحتاج إليها المواطنون مثل المواد الغدائية الأساسية وكذلك الأدوية التي هي منتشرة بعض الأمراض تكون بين الناس وكذلك الأعلاف خاصة بالغنم والأبقار والمعز وغير ذلك الأعلاف لابد من التدخل لدعم هذه السلع الأساسية لتكون في مقدور عموم الناس وأيضاً الحكومات لها ضد آخر لأن الواجب يكون أولاً على التجار ويكون أيضاً على المستهلكين من عموم أبناء المجتمع وأيضاً على القائمين للحكومة من ذلك مثلاً أنهم يعملون على صرف مبلغ لكل أسر فقيرة يساعدها على التخفيف من التكاليف للأولاد والبنات والعائلة وهذه سياسة إسلامية قديمة جداً في العهود الإسلامية الذهبية نلاحظ بأن الحكام المسلمين كانوا يتدخلون لدعم الأسر الفقيرة فمثلاً سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي دامت خلفته 12 سنة وكانت زاهية كان قد وضع وخصص رواتب تابتة للمولد وللأطفال الصغار فجعل لكل مولود أول ما يولد مئة درهم في ذلك الزمن فإذا ترارع جعلها مئتين فإذا بلغ رشده زاده أضعاف ذلك فهذه المساعدة للأسر المحتاجة والذين خصوصاً ليس لهم مورد تابت أو ليست لهم رواتب شهرية لابد من دعمهم للتخفيف من تكاليف الحياة وغلاء المعيشة كذلك ممكن للقائمين على الحكومة أن يعملوا على تسديد ديون المعدمين والمنكوبين لأنه علاج لهذه المشكلة فقد يكون هناك أناس مقيدون عندهم ديون وقد يكونوا منكوبين بسبب الحرائق أو بسبب الجفاف أو بسبب طيضان أو يكونوا معدمين وهذا الأمر كان في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كان إذا بقي في زيادة بيت المال سدد بها المدينين ودفع منها لمن أراد الزواج كان حتى لمن أراد الزواج من الشباب كان يعطيهم البدل من أجل أن يقيموا علاقة زوجية شرعية ويؤسسوا أسراء هذا الدور الاجتماعي الذي ينبغي أن تقوم به الحكومة وبالمقابل أيضا موازد ذلك الحكومة عليها أن تراقب التجار وتعمل على عدم رفع الأسعار وعدم احتكار المواد في المخازم تتدخل بقوة المراقبة لأجهزة المراقبة التي تكون في العملات والجماعات وفي الوزارات وغيرها تتدخل لمنع الاحتكار ولمنع التلاعب بالأسعار وأيضا من الأمور التي ممكن أن تقوم بالحكومات إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات مثلا فاتورة الكهرباء فاتورة المياه فاتورة المواصلات لا شك أن المواطن قد يتأذى من التمن المرتفع والسوق العالمية هي في هذا الغلاء لكن للبعث للحكومة أن تتدخل لإعادة النظر في هذه الرسوم للخدمات الكهرباء والمياه والمواصلات هذه كلها ربما بعضها بعض المسؤولية هي على الحكومة البعض الآخر على أفراد المجتمع والبعض الآخر من المسؤولية يقع على التجار فالمسؤولية هي مشتركة ومقسمة بين الجميع وهناك أيضا وسيلة أخرى أيها الأحبة الكرام لعلاج مشكلة غلاء الأسعار كيف ذلك؟ يكون هذا الجميع بالتوبة والرجوع إلى الله التوبة والرجوع إلى الله إذا تسألنا لماذا هذا الغلاء في الأسعار؟ لماذا هذا الجفاف؟ لماذا هذا الصراع الدولي والحروب والتوترات؟ كل هذا ربما يحتاج إلى توبة ورجوع إلى الله ربنا عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فقد يكون الفساد وقد يكون الظلم وقد يكون الاحتكار وقد يكون الجسع ويترتب عليه النضرة في المواد والمجاعات وغيرها كل هذا في البر والبحر بسبب تدخل الناس ربنا أعطانا الخير ربنا خلق الأرض وقدر فيها أقوتها ولكن التدخل السيء للإنسان بما كسبت أيدي الناس هذا هو السبب ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فإذا وقعت هناك إفساد في المجتمع ربنا قد يبتلين بالبلاء فيحبس الغيط ويغلي الأسعار وكل مصيبة إلا وسببها الدنوب والمعاصي هكذا قال ربنا وما أصابكم من مصيبتهم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فهنا ربما وصية من الوصايا المهمة قد لا ينتبه إليها الخبراء في المجال المالي والاقتصادي ولابد أن ينبه إليها العلماء والفقهاء والمصلحون وهي أن من أسباب علاج غناء الأسعار وهو إعلان التوبة للرحمن سبحانه وتعالى فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة ومن أسباب الإستهار وكثرة الخيرات هو لزوم الاستغفار ربنا عز وجل قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وعلينا أيها الأحبة الكرام لكي نعالج مشكلة غلال أسعار أن نربي فينا الضمير الضمير الحي على التقوى وعلى المراقبة وعلى القناعة بالقليل وبذلك ربنا يفتح لنا البركات لأن كما أمسك الله تعالى سوف يطلق البركات يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بمكانوا يكسبون فمن أهم أسباب علاج غلال أسعار ومن أهم أسباب أن يكون هناك الحمد لله الوفرة في الخيرات الناس أنهم يجددون الإيمان والتوبة في قلوبهم لأن التقوى وتجديد الإيمان هو من أسباب سعة الأرزاق والبركة وربنا عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وهذا يقتضي مننا أيضا أيها الأحباب الكرام أننا نوسع من خلق التكافل الاجتماعي فيما بيننا وأن نؤدي فريدة الزكاة والصدقات التي أمر نبيها المولى عز وجل لأن الزكاة تحمي المجتمع من الفقر وتحمي الدولة من الإرهاق فالزكاة هي سبب البركة والمودة بين أفراد المجتمع والتكافل الاجتماعي هو أن الأغنياء يقدمون المساعدة لإخوانهم الفقراء كما كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له هذا التكافل الاجتماعي ثم أننا نقلل من الاستهلاك ونلتزم بخلق الرضا والقناعة بما قسم الله لهذا هو سبب الغنى سيدنا النبي كان يقول وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس وارضى بما قسمه الله لك تكون أغنى الناس فنسأل الله تعالى أن يرخص أسعارنا نسأل الله تعالى أن يكثر خيراتنا نسأل الله تعالى أن يؤمن أوطاننا نسأل الله تعالى أن يرزقنا التكافل والتراحم فيما بيننا نسأل الله تعالى أن ينزل علينا الغيت من السماء اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقينا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقينا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغتنا اللهم أغتنا اللهم أغتنا يا رب العالمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا تحت الأرض فأصعده وإن كان رزقنا قليلا فكثره وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه وإن كان رزقنا بعيدا فقربه وإن كان رزقنا قريبا فمكننا منه واجعلنا يا مولان نصرفه على الوجه الذي يرضيك عنا وأنت غير غضبان آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة